اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا يعني يا رب العالمين اهلا بكم مرة اخرى رحب بكم في برنامج تقارب وتركيز على برنامج تدريب الوالدين على المهارات اللازمة للتعامل مع اطفالهم مهما كانت تحدياتهم السلوكية اليوم الجلسة هذه الجلسة الرابعة ويتبقى لنا الجلسة الخامسة اسبوع القادم ان شاء الله ثم هيصير فيه توقف يمكن اسبوعين او ثلاثة بسبب الاجازة والاختبارات واجازة التأسيس بعدين لنا عودة ان شاء الله مع بداية الترمال او الثالث جلسة واحدة فقط ناخذ منكم يعني انطباعات تجارب في الاسئلة التي توزع لكم بعد او ترسل لكم بعد كل لقاء يعني مهم جدا انكم تعطونا انطباعات وتردوا عليها عشان تساعدنا في تطوير الامر اذا احتجنا اذا في امور يعني تحتاج لتطوير في اراكم في مواضيع تحبوا نظيفها في مواضيع ما تستاهل ممكن نسحبها الامر مفتوح يعني لكم للبوح بما تريدون او بما ترون وهذا يساعدنا في تطوير الامر ان شاء الله تعالى سواء في جلسات قادمة مع ناس غيركم او حتى اذا شاركتونا في جلسة اخرى فتجوا تلاقوا الحاجة اللي انتوا طلبتوها او اختراحاتكم موجودة وهذا الشيء يفيدنا ويفيدكم ان شاء الله تعالى فراح نبدأ الان بالسؤال المعتاد في كل مرة هل هناك اسئلة من الجلسة الماضية او حتى الجلسات السابقة او انطباع او تعليق او اي احد جرب مهارة معينة ولكن ما يعني حابي شاركها معانا او يسأل عنها الجلسة الماضية بس عشان نذكركم كانت عن ها كانت عن المكافآت والجلسة اللي قبلها كانت عن المدح والتشجيع اه والاحتفال بالانجازات والجلسة الاولى كانت عن اللعب هذه ثلاث جلسات كلها مهارات لتدعيم السلوكيات الايجابية واليوم والاسبوع القادم حناخد مهارات لاخماد السلوكيات السلبية فهل احد منكم جرب اه مدح طفله جرب كافة جرب سوى الجدول اللي تكلمنا عنه جرب لعب مع طفله شاف اختلاف معين اه ما مشت الامور بشكل جيد او مشت بشكل جيد فهبين تسألوا او تشاركونها او تعلقوا على الامر فضلي السلام عليكم عليكم السلامة في نقطة بس بالنسبة للتعامل مع الطفل انا عندي يعني اي طفل يصحى الصباح فيه اشياء لازم يسويها بشكل مرتب انا كنت عاني من نقطة هذه انه مثلا بعد ما يلبس اسأل فرشت اسنانك يقول لا يروح فرش اسنانه وبعدين يصير احيانا زي المشاكل على ملابسه نعم فسويت زي الجدول حطيت فيه الترتيب الصحيح من يبدأ يعني يدخل يتوضى يفرش اسنانه مثلا يصلي بعدين يلبس ملابس الداخلية بعدين الملابس اللي بعدها الشراب وكذا الى يتأكد من جدوله ياخذ فسحته واخر شي له الجوال لانه كان صغير نعم وانا كنت اعطيه جوال والسبت والاحد والاثنين الى الخميس نعم الجمعة كتبت انه نجلس مع بعض اذا كان الاسبوع هذا تمام نجلس اجلس معه او نسوي له اي حاجة هو يحبها او نودي المطعم اللي يحبه او نعطي لعبة اللي يحبه نعم اذا صار مشاكل اجلس معه واعرف انه ليه صراحة في البداية كنت الجلسة كانت عيتاب جدا نعم الصورة قدامك الترتيب قدامك ليش ما صويت ليش ما رتبت انت كنت كويس ليه انتكست ما كنت استوعب ان احيانا تجي الانتكاسة هذه الا بعد ما اخدت هذه الجلسات انه اكتشفت ان الطفل كان فيه زي العداوة بينه وبين طفل في الفصل نفسه وان اغلب الفصل واقفين معه الطرف الثاني ضد ولدي نعم فصار متأثر نفسيا واصلا ما لنفسي دون فما قاعد يرتب نعم فالجلسات هذه خلتني اكثر حذرا في اني اعاتبة او الومة بالرغم وجود جدوى الواضح نعم بس يعني فعلا استفدت كثير فالله يجزاكم خير يا رب شكرا لك شكرا لك مشاركة رائعة جدا جميلة جدا كلام منسق واذا نتكلم عنه ببساطة نحن نسميه روتين الصباح هذا روتين الصباح كثير من الامهات يواجهون مشاكل طبعا نتكلم عن الامهات لانه في الغالب الامهات هم اللي يعتنون بروتين الصباح حتى الاباء يحتاجون من يعتني بهم في روتين الصباح فروتين الصباح هذا خصوصا في العوائل اللي فيها اكثر من طفل بيكون حاجة من اصعب الاشياء استنفار بعض البيوت استنفار بعض الجيران تسمع صوتهم على بعد الام تصيح لداود زعق لداود وتعصب على هذا يعني روتين الصباح واحدة من اهم الاشياء اللي يعني كون الطفل يطلع من البيت وباله رائق مستعد نفسيا انه يروح يتعلم في مدرسة المفروض الروتين يمشي بطريقة بحيث ان الطفل يطلع بهذه النفسية لكن في بعض البيوت بيصير العكس تماما عشان يصحبنا النوم البعد يصحب بكشة موية بضربة بصراخ بزعيق ادخل ما دخلت اخرج ما خرجت البس ما لبست كل ما اكلت شنطتك مدرئيش يعني فيه توتر عالي جدا في بعض الاماكن او في بعض البيوت عوامل كثير تحكم هذا الامر احنا يعني اذا تكلمنا راح نخلص الوقت وما تكلمنا في موضوعنا اليوم لكن من اهم الاشياء اللي تساعد في ضبط روتين الصباح زي الجدول اللي تكلمت عليه الاخت جزاء الله خير يعني كل طفل في البيت يصير عنده جدول واضح انا اول ما اصحى سوي كذا ثم انتقل الى كذا ثم انتقل وكل مرة يعني فيه اساليب جميلة جدا بحيث اننا نشجع الطفل على الالتزام بهذه الاشياء كل مرة تسوي حاجة تحط عليها صح او تكون كذا اوراق مثلا مطويات بحيث انه اذا انتهى من مهم يطوي الورقة مكتوب في الخلف شكرا لك انت بطل انت رائع يعني كلمات امتداحية جميلة وردة صورة ملصق هو يحبه يعني اساليب كثير نقدر نستخدمها لانه روتين الصباح هذا يمر بسلاسة وهم نتيجة في روتين الصباح انه لما الطفل يطلع من الفصل عفوا اطلع من البيت للمدرسة يطلع وهو رائق ورايح مستعد للتعلم اذا الطفل طلع رائق رائح مستعد للتعلم كذلك كل من في البيت حيطلع رائق مستعد لاداءه في العمل او انه يواجه زحمة الرياض بعقلية يعني اهدى شوية لانه الزحمة في الشوارع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزحمة في الشوارع من اهم مسببات التوتر فانت تطلع من البيت متوتر وفي زحمة الشوارع تتوتر زيادة هذه مشكلة فتيوصل للعمل منتهي من اول ساعة لسا تهونة يا رحمن يا رحيم من اول ساعة انتهى كل شيء ولكن الخروش في الصباح بمزاج رائق وعالي يساهم جدا يعني بشكل كبير في انه اليوم يعدي بسلام بصراحة شكرا لمشاركتك للاسف ما هنقدر ناخد مشاركات اخرى يمكن مع الوقت اليوم اللقاء هيكون فينا يعني يعني مناقشة اكثر نسمع من اراءكم لاننا هنركز على اخماد السلوكيات السلبية وحننشوف بعض المهارات انا متأكد انكم بشكل ما استخدمتوها مسبقا لكن ونحن قاعدين نمشي مع الشرائح راجعوا كده ملفاتكم شوفوا ايش صار معكم من مواقف بحيث انكم تشاركون فيها طيب هنتكلم اليوم عن المهارة الاولى في اخماد السلوكيات السلبية وهي مهارة التجاهل مهارة التجاهل من اول ما تسمع كلمة التجاهل ايش الفكرة اللي تجي في بالك التجاهل التجاهل طفلي ايش اللي يجي في بالكم كده لما تسمعوا كلمة التجاهل التطنيش التطنيش الصبر الصبر نعم اتفضلي تجاهل بعد المواقف ما تستدعي ردت فيه تجاهل بعض المواقف اللي ما تستدعي ردة فعل ممكن زعل ممكن زعل يعني أزعل قصدك اتجاهل لأني زعلانة طيب إذا المواقف ما تستدعي ردة فعل أزعل ليش لأنه سوى تصرف خطأ لأنه سوى تصرف لا أنا ما أحب خطأ خلأ نقول سلبي بغض النظر عن خطأ أم صح طيب سوى تصرف سلبي أزعل ليش طيب فكرة أخرى عن التجاهل أيوة العقاب هل التجاهل عقاب ممكن يكون التجاهل عقاب أحيانا يؤذي نفسيا التجاهل يؤذي نفسيا ما فكرت لي هذه أنا عندي طفلتي إذا ما ربيت عليها أيوة تحترق وتبكي طفلتي إذا ما رديت عليها تحترق وتبكي دموع الدموع هذه الصامتة أليمة صح توجع هنا في القلب عند الأب والأم أعرفها طيب بصراحة نقطتك استفزتني يعني هل التجاهل عقاب يؤذي نفسيا أنا تفكيري أنه هي واحدة من المهارات التي نستخدمها لتعديل بعض السلوكيات ولكن ما عمري فكرت فيها فإنها عقاب في ناس حساسين اتجاهل يضايقهم في ناس ما تفرق معهم أيوة اتجاهل يعتبر عقاب إذا ما كأني أشوف أيوة لكن لما نتواصل معه أعطيه كلمة أيوة دخلنا في العقاب أيوة ممكن 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 نعم ما عليش ناخد من الضفة الغربية ساكتين الضفة الغربية ممكن يعتبر تشتيت لانتباه الطفل على سلوكه تشتيت لين أتجاهل على سلوكه أيوة 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 يعني أنا الآن لما أتجاهل الطفل بدل ما أخليه يركز على السلوك اللي يبغى يجرني له أخليه يبطل وينتبه لي أنا فيروق السلوك هذا صح اتشتت عن السلوك اللي هو قاعد يسويه فكرة رائع جميلة تفضلي تزيد كويس هذا تجاهل هذا تجاهل لما تسوي السلوك لا تطالع فيه الطفل ولا كأنك شايفه ولكن لما تعطيه انتباه فهو هذا الشيء اللي يبغى طيب فأي تعليق أو ردة فعل من طرف الوالد أو الوالدة لسلوك الطفل يعتبر انتباه فهو الطفل حصل على ما يريد لكن لو تجاهلته حيستمر في السلوك هذا دقيقة دقيقتين تلاتة أضمن لكم إنه ما راح يزيد عن خمس دقائق لكن نحن لأننا ما نحب السلوك اللي هو يسويه فنحسه تقيل على قلبنا طيب فبالتالي ما نتحمل فنتدخل خصوصا لما نكون فيه صياح وفرفرة وتخبيط في الجدار والأرض وكذا طيب طيب الآن بنعرف كيف نتجاهل بشكل صحيح هل أعطي نظرة هل أعطي كلمة هل أفعل هل أترك أنا هنا معظم الشرائح تتكلم عن أطفال صغار في السن يعني تتكلم عن سن المدرسة وتحت إذا عندكم أطفال فوق سن المدرسة أعطونا تجاربكم مهم جدا لأننا هنضيفها كمعلومات تساهموا معنا في تطوير العلم هنضيفها كمعلومات للدورات القادمة فأنت ذكرت عمرك طفلتك عمره 8 سنوات أنا راح أقول هنا بشكل عام طبعا هو المهارة نفسها تنطبق على الجميع بس الأمثلة يعني تتراوح كل شخص بمثال يعني حسب الطفل اللي عنده طيب بعض الآباء لا يؤمن بالتجاهل كمبدأ من بادي التربية إلا أنه أحد أهم التقنيات التي يمكن استخدامها والتي تجدي نفعا مع الأطفال من عمر سنتين سنتين وطالع من عمر سنتين وطالع هناك يبدأ الطفل يفرط شخصيته خصوصا لما يكون ناطق وبعض الأطفال ما شاء الله تبارك الله نبيهين سابقين عمرهم كذا الله خالقهم سابقين عمرهم فالأب والأم يتورطوا ليش؟ لأنهم يعني ما غموا ألفين في التعامل على التعامل مع طفل أساسا خصوصا لما يكون الطفل الأول أو الثاني لسه الخبرة ما تكونت بذاك الشيء يعني بذيك الصورة الكبيرة إضافة إلى أننا الآن في مجتمعنا الحالي معظم الآباء المتزوجين أو الحديثين اللي عندهم أطفال حديثا معظمهم لحالهم يعيشون لوحدهم في الغالب يعني أول كانت الأسرة الكبيرة تلوم هذه الأسرة الصغيرة الجدة من هنا والخالة من هنا والعمة من هنا وأختي الكبيرة تزوجت قبل تنصحني يعني كلهم مع بعض المجتمعات كانت صغيرة وملمومة على بعض والجارة تجي تزورنا ونحن نزورها وولدك سولها أحزن كذا يعني آراء كانت تساعد الوالد والوالدة على أفكار تساهمهم في تحسين سلوكيات أبنائهم لكن الآن أنا في الرياض وأهلي في مكة وجدتي في جدة وخالتي الثانية في حفر الباطن وفي الشرقية وفي الغربية فالناس معظم في الغالب يعني مشعترين فالأسرة الصغيرة هذه ما تجد الأسرة الكبيرة التي تحتضنها وتساعدها في توجيه السلوكيات فلذلك يتدخلون الأب يجي يتدخل أنا جاي تعبان وهذه البنت أو الإبن قاعد يصيح وماني قادر أتحمل فأجي يتدخل بينما الأم المسكينة ومعظمكم أمهات تبع تحاول تتجاهل والأب ما هو راضي لأنه يبغي ينام يبيرتاح أو عنده شغل أو عنده اجتماع أونلاين وهذه قاعدة تصيح وصوتها طالع سكتيها لا تسكتيها حوسة طيب شفت كيف نحن طلبنا آباء يجوهين من بدري عشان ساعدوكم كذا طيب بعض السلوكيات السلبية التي لا تسبب ضررا على الطفل أو الآخرين يمكن أن يخمادها تدريجيا بالتجاهل يعني التجاهل ينفع للسلوكيات إذا كانت لا تسبب ضررا على الطفل أو على الآخرين ستأخذ وقت شوية لكن لمن تخمد تخمد نهائيا لمن تخمد تخمد في الغالب ما ترجع تاني أن الطفل يتم تشتيته تماما إلى حاجة أخرى الفكرة الرئيسية وراء التجاهل هي عدم إعطاء فرصة للطفل للفت الانتباه للسلوك السلبي الذي يفعله طيب يعني أعطيني حلاوة ما أعطيتيني حلاوة أقعد أبكي ليش أبكي؟ أباكي تشوفيني أنا أبكي زعلانة أنك ما أعطيتيني حلاوة فبالتالي أنت ما رح يرضيكي أني أنا أقعد أبكي فتعطيني حلاوة فأنا انتصرت الطفل يتعلم هذا هذه رسالة واضحة من الأم والأب للطفل إذا تبه شيء أبكي ونحن نعطيك البكاء سلوك سلبي البكاء سلوك سلبي يعني يكون في الأيام الأولى مقبول من عمر الطفل لكن لما يوصل من سنتين وطالع المفروض أنه إذا كانت لغته كويسة يعرف يتواصل يقول أبغى يقول ما أبغى يحاور يناقش وهذا شيء جيد يعني فأنا بدل ما هو يجرني للسلوك اللي هو يبغى أقوم أنا أجره للسلوك اللي أنا أبغى ولذلك عند القيام بتقنية التجاهل بالطريقة الصحيحة سوف يستبدل الطفل السلوك السلبي بسلوك إيجابي يلفت انتباهه لوالديه بشكل جيد شوف نحن هذه رابع جلسة لأنا ومع ذلك كل مرة نقول أنه فيه سلوك إيجابي وفيه سلوك سلبي وقاعدة جذبة الانتباه اللي تكلمنا عليها من أول جلسة كل مرة تحضر معنا وكل مرة عشان نستبدل السلوك السلبي لازم نحط بديل سلوك إيجابي نحن قاعدين نبني يا جماعة نحن قاعدين نبني أبناءنا قلبنا هذا لازم يكون كويس طوبة على طوبة على طوبة وفوقها سمنت بعدين طوبة بعدين سمنت لازم يصير متماسك بشكل كبير جدا بهذا الشكل أنت قاعد تبني ابني أنت مو بس ترعاه فيه فرق بين الرعاية والتربية الرعاية إيش إني أكله وأشربه ولبسه وينام ويصحى ويلعبه طيب لكن لما أنا بابني أبابني شيء في داخله أبابني أخلاقيا أبابني فكريا أبابني ذهنيا إباله شغل إباله شغل فالموضوع يستاهل الاستثمار في الوقت والجهد والمال للوصول إلى البناء الحقيقي ومع ذلك التجاهل هو أصعب التقنيات التي قد يستخدمها الوالدين ما أن يتحمل بصراحة في الرياض ما عذورين إلى حد ما يعني ساعة راجع يعني وإذا حادث في الطريق يعني ساعة ونوص إلى ساعتين يومياً ثلاثة ساعات من عمرك في الشارع وراء المقود في السيارة طبعاً البعض يستغل هذا الوقت بشكل جيد السلام عليكم يعني البعض يحفظ له آية يحفظ له شعر يسمع برنامج معين حلقات متتابعة بودكاست ولا غيره which is good يعني لكن في الأخير تعب الجسدي موجود الطفل ما يفهم هذا ما يفهم كل ما تقدر تسوي أنك تشغل نفسك ذهنياً وهذه حاجة كويسة لكن التعب الجسدي موجود والطفل ما يفهم ولا يراعي لما أنت يدخل البيت فغير حقه كامل مكمل هو قاعد ينتظر كسله ويعبيه لك أشياء لما أنا جيت أنت ما كنت فيه صار كده وصار كده وصار وبالتفصيل لين وبعدين يكمل طيب هذه النقاطة الرئيسية اللي راح نمشي عليها تجنب النقاطة تواصل البصر يستمر في التجاهل وتوقع الاستمرار أو الزيادة في السلوك السلبي تجاهل وشتت ابتعد عن الطفل لكن لا تغادر المكان والتجاهل يعلم ضبط النفس ونعلم الآخرين التجاهل أيضا وحدد السلوكيات التي نريد أن نتجاهلها ويمكن أن نتجاهل لهم كل سلوك يتجاهل وننتبه للسلوكيات الإيجابية والتجاهل الخفي ونتصرف في مسؤولية طيب نيجي عليها واحد واحد تجنب النقاش والتواصل البصري يعتقد بعض الآباء بأنهم يتجاهلون الطفل عند قيامه بسلوك سلبي بتوجيه نظرة ساخطة أو تعبيس وجه أو مئزاز حركات أو إشارة بإصبع فيما في الحقيقة هم يحققون ما يريده الطفل أي ردة فعل تجاه سلوك الطفل تعتبر يعني تعتبر نحن كسرنا التجاهل ما هي تجاهل خلاص أنتصر الطفل هو يشعر بأنه حصل على ما يريد لأنه الشيء اللي جاء اللي خلاه يسوي هذا السلوك حصل عليه يعني ابنك لما نبكي تقول له أسكت حصل على ما يريد إذا كان سلوك البكاء تعتبر أنت سلوك سلبي وتريد أن يبطلوا خصوصا في الظروف هذه اللي يعطيني ما تعطيني وكذا في المقايضات إذا قلت له أسكت فأنت ألتفت إليه والالتفاتة هذه تعني أنه أنتصر طيب فراح يش يسوي راح يزيد بعض الأباء يتجنبون التواصل البصري مع الطفل لكنهم يعلقون على سلوكياته بتعليقات تنمغة عن غضب أو انتقال يعني أنا هو قاعد يسوي الشيئ أنا ما أطالع فيه خليك أطلع برة روح مدري إيش سوي زيت نقص أي كلمة حتى لو كنت تعتقد أنك ما تطالع في الطفل طالما أنك قاعد تعلق ما فيه ما صار تجاهل فيه تواصل نعم صار فيه تواصل أيها حتى لو أف أي حركة الأطفال أذكياء ترى يفهمون الأطفال أذكياء بصورة بطريقة ما نتخيلها أحيانا وينتبهون لأدقة تفاصيل الطفل ما عنده شيء قاعد لك ما عنده إلا أمه وأبوه قدامه والبعت ما فيه أي شيء آخر يفكر فيه إذا طلع من الغرفة للغرفة راح يلعب رجع رادار ما شاء الله تبارك الله على أي حركة أي نفس أي ما وكلنا أبا ونعرف هذا هذا يصير معنا يعني طيب فأي ردة فعل تجاه الابن راح يستسجلها التجاهل الذي يجدي نفعا هو عندما تكون ردة الفعل تجاه السلوك السلبي معتدلة تماما ما ما طالع فيه ولا عبس وجهي ولا تناقش معه مع أني أنا قاعد في نفس المكان مع أنه هو في مرأة من بصري يعني المجال البصري هذا هو موجود أنا أقدر أشوفه ومع ذلك ما أعطي أي اعتبار ولا أعطي أي ردة فعل لأي سلوك هو قاعد يسويه هذه التصرفات هي عكس التواصل الإيجابي تماما أنت قبل شوية كنت تتواصل قلت تواصل نعم لكن أنا ما راح أتواصل معه إيش هو التواصل الإيجابي؟ أني أطالع فيه أنزل لمستوى يعني هو هنا وأنا هنا فاكرين لما نتكلمنا على هذه الرسالة التي تجي من فوق تكون صعبة شوية لازم أنزل لمستوى الطفل تصير عيني في عينه أتكلم معه وجهه يعني جسمي كله مقابل جسمه كله ياذانا صاغية هذا التواصل الإيجابي فأنا بسوي عكسه تماما لا نظرة ولا لغة جسد ولا مستوى ولا أي شيء ولا كلمة طيب تجنب النقاش البصري استمر في التجاهل وتوقع الاستمرار والزيادة في السلوك السلي يعني الطفل لما يبكي وهو يبغى منك الطلب اللي طلبه ويبغى الحلاو ويش راح يسوي إذا تجاهلته؟ راح يزيد الزيادة دي هي اللي تزعجنا الزيادة هذه هي اللي تزعجنا ويبغى يوقف لكنه إيش يسوي؟ يزيد أكتر تقول له أسكت يزيد أكتر تقول له ما راح أعطيك يزيد أكتر تقول له هيا أسكت عشان أعطيك راح يزيد أكتر إلي ما تعطيه؟ هو تعلم كده نحن اللي علمناه كده صح؟ بتفاعلنا معاه في المرات الأخرى وتكلمنا أسبوع الماضي عن التاريخ في التعامل فهو يعرف أنه أنا لما أزيد كلها زيادة خمس دقائق والموضوع انتهى ما عندي مشكلة فاضي أنا قاعد لكم هنا طيب هذا زيادة سبع سنوات طلب من أمه أنه يلعب برة قالت لا ما تروح ماما أبقى ألعب لا ما أدريش ما أنت رايح إلا أبقى أروح ما أنت رايح بدأ يزع بدأ يزععك ويضغط عليها إلا أروح أبقى أروح ما أدريش ماما بالله ماما تكفى ماما لجل الله ماما ليش ما تبنعيني أنا ما روحت أمس أنا فعلت أنا تركت ماما 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 روح هذا اللي يصير معنا صح خلاص روح سوي اللي تبغى زيادة سوي ياس بضع دقائق بس كافية للحصول على ما تريد بعد كده بعد كده حيقعد اللي تقعد إلى أن في كل مرة يحصل على ما يريد طالما أنه صار الاستسلام انتهى هذه رسالة واضحة واضحة وسهلة و بسيطة أخدها زياد كل دقيقتين هو ما يفرق معاه وقت ما يفرق معاه يروح العب ساعتين برا مثلا أو ساعة فالخمسة دقائق ما هي مشكلة أضغط بس أضغط وحصل على ما تريد طيب فهذا درس لزياد مدى الحياة راح يستخدموا معاك كأم أو كأب لأنها عشان ترتاح الأم اللي في هذا المثال خلفت مشكلة كبيرة هي ما يحاسبها ما يحاسبها لكنها راح تعاني منها خلال السنوات أو الأيام القادمة طيب لذلك بمجرد ما إنك تتجاهل الأمر توقع زيادة في السلوك السلبي فإنت لما تصير زيادة في السلوك السلبي أنت خلاص متوقعها فبتكون وقعها يكون أخف عليك طيب مكينة البيبسي جد حطيت ريال وضغطت على البيبسي ما طلع بيبسي طيب رجع ريالي ما في ريال معظمنا صار له موقف زي كده أو هذا الموقف مدري المكينة الجديدة ذكية شوية بس القديمة أكلت فلوسا كتير صراحة طيب إيش نسوي نحن في هذا الموقف نخبطها طيب خبطت أول خبطة طلع بيبسي إيش تسوي المرة الجاية ها خلاص حخبط كل خبطة ببيبسي الطفل نفس الشيء كل خبطة ببيبسي كل ضغطة بالحصول على ما تريد طيب خبطتها ما طلع بيبسي خبطة تانية ما طلع بيبسي أرجع الفلوس ما طلع الريال أخبط ثالث ورابع في الخبطة الخامسة طلع بيبسي إيش راح أسوي المرة الجاية مستعد أقعد ها طيب جلس تخبط وأرجع وأخبط وأشوت وأضرب ما طلع شيء إيش أسوي ما عد حاجة للمكينة نفسها ككل نفس الشيء حاجة التليفون القديمة كنا نحط كوينز كده تحط النصريالو الهلل وبعدين تتصل تحط الهلل الهلل يروح وبعدين الخط ما يمسك مدري إذا أحد فيكم يلحق على ذلك الأيام طيب فهنا هنا نحنا جاعدين نتعلم سلوك معين صح أو لا نفس الشيء الطفل مع الأب والأم خبطة واحدة حصل على ما يريد ممتاز بعد الخبطة السادسة حصل على ما يريد بعد الخبطة العاشرة حصل على ما يريد مستعد يخبط السأل المرة القادمة عشرين مرة عشان يحصل على ما يريد طالما إنه مرة في مرة كل مرة طالما إنه ما في مرة في 39k من المكينة وتمشي ما رح تطليع ُ٦ ولا ريال، خلاص انتهى راحات فبالتالي الطفل لما يتعلم منه لمن أنا قملت لك لا ما أو إي هو إي هو وانتهى الموضوع يعني مهما حاولت تضغط ما راح تاخد شيء ما راح تاخد شيء طيب فيا أيها الوالدان لا تضعفاني أمام ضغط طفلكما أو أطفالكما طيب خصوصا يعني الأفضل أني أنا كأب أفكر في الإجابة وأقول له روح لنفكر أعطيني وقت بعدين أرجع أحسن مما أني أرمل الأمر الآن ثم أكتشف أنه خلاص روح ليش أنا أمنع بعد فترة خلاص روح طيب أوكي إذا كان خلاص روح ليش منعته من البداية صح أو لا لا طيب إذا أنت ما تدري تسمح له أم لا تسمح له قل له روح تعالي بعد خمس دقائق هذا الخمس دقائق أقول تفكر فيها تبقى تسمح له أم لا تسمح له أو أشغله بشيء معين روح سوي الشيء فلاني لما تخلص أنا أقول لك تروح أو ما تروح أو تاخد أو ما تاخد هذا يعطيك فرصة أنك تفكر تقدر الأمر تقيس الأمر كان مفاجئ بالنسبة لك صح؟ جيد هذه إذا استخدمها الوالدان بشكل جيد ورح تكون فعالة أعتقد أني عندنا شريحة منها مدري حنوصلها لو فيها حنوصلها لو ما فيها نتكلم عليها الآن يعني لو استخدمها الوالدان بشكل جيد حتكون فعالة لو صار فيه مشكلة في الاستخدام فرح يستغل لها الطفل بشكل مبدع بالنسبة له طبعا وسيء جدا بالنسبة للوالدين خصوصا لما يصير فيه تعارض بين الوالدين الأب يقول لا الأم يقول إيوة أو العكس فهو يتعلم كذلك زي مكينة البيبسي أن إذا أبغى هذه الأوامر أبغى هذه الأشياء روح لأبويا وإذا أبغى الأشياء الثانية أروح لأمي لأن أبويا دايما يقول لا لهذه الأشياء فما أروح له أو أمي تقول لا لهذه الأشياء فما أروح لها أو أني أروح أقول ماما قالت طبعا أني أنت لما تجي أنت ليس ويت كده أنا ما قلت لك قال ماما سمحت لي عايش في الورطة تحين أو العكس بابا سمح لي طب انت حين أنا قاعد أصلح وانت تخرب أو أنا أصلح وانت تخربي فحصير فيه تضارب بين الآباء طب ما هو الحل في مثل هذا نرجع لهذا السؤال بس في أحد أنت رفعت يدك كان عندك سؤال أكمل على بس هذا النوع أي تفضل لما يتم وظيفة واحد من الآباء إنه هو سيد لأ يعني يصير مثلا من النوع الذي ما يقدر جلال فدائما كما يكون في موقف يبغي منه يقول أسأل أمك أولا فتصير الأم دائما هي لا 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 أيوة فهل هذا خطأ؟ ممتاز سؤال جيد إذا كان الأب ما يقدر يقول لا أو خلينا نخليها عامة أحد الوالدين ما يقدر يقول لا لأبناءه أبنا فصار كل مرة أبناءه يطلب منه حاجة يقول روحي للأم أو روحي للأب فالطرف الآخر هو اللي دائما يقول لا 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 دائما تطلع من هذا الطرف فهل هذا سؤالك صح؟ إيش رأيكم؟ نعم نعم هيسبب مشكلة نعم نعم في رأي مخالف كلكم تقولوا نعم هيسببه طيب كيف المشكلة تصيل؟ يستغل له الطرف الثاني يستغل له الطرف الثاني كيف؟ يطلب من هنا خلاص يطلب من هنا خلاص لا وحيصير فيه نفور لا وحيصير فيه نفور وحيصير فيه نفور من الطرف اللي يقول لا يعني واحد من الأبوين أحد الأبوين حيظهر بمظهر لامع والثاني حيظهر بمظهر سيء صح؟ أحد الأبوين حيظهر بمظهر لا قيمة له صح لا قيمة والثاني حيظهر بمظهر جيد صح أو لا؟ طيب إِش هالحل في هذه الحالة؟ الاتفاق المسبق كويس الاتفاق المسبق على إيش اللي ينقلوا إيوش اللي ينقلوا لا على إيش كمان؟ مين يقول إيو ومين يقول لا في كل مرة؟ نعم على حسب السلوك ممتاز الاتفاق المسبق هذا مهم جدا ترى طيب يعني كوالدين لما نجلس مع بعض نتفاهم في شؤون أبناءنا كلها هذا مما يعز السلامة المركب اللي نحن نراكبينها أو الطائرة اللي قاعدين نقودها أو الهرم استقرار الهرم هرم العائلة لابد يصير الأب والأم على رأس الهرم لابد يصير الأب والأم على رأس الهرم وإلا لن يستقر الهرم طيب فإذا ما سقط أحدهما أو عند الطفل يشوف مثلا كل ما يروح لأم تقول له روح لأبوك كل ما يروح لأم تقول له روح لأبوك معناها أن أمي ما تقدر تأخذ رأي والرأي كله عند أبويا أو العكس أبويا ما يعرف يأخذ رأي والرأي كله عند أمي معناه بكرة ما راح اعتبر ابو اي اعتبار ارواح ان دم مباشرة ايه فبكرة لو ابو قال له اصلا انت من متى بيكون عندك رأي مركزية مركزية وفي مزاهمة هيصير هي مزاهمة لانه هو الطفل راح يزيح الاب من المكان حقه طب المكان هيفضل شاغر لازم احد يعبيه فهيحاول يعبيه راح يحاول يزيح الاب من مكانه راح يحاول يعاقب الاب زي ما شفنا المثال حق الجلسة الماضية انه في احد الابناء كانت تعاقب فهذا الابن راح يتجرأ مع الوقت حتى لو اضطر انه يوصل لهذه الموصلة انه يعاقب الاب فرح تيجي عليها تبعات كبيرة جدا طيب فالأولى انه الاب والام يجيسوا مع بعض اتفقوا مع بعض على السلوكيات على الجداول على ايش راح نسوي ايش ما راح نسوي ايش الاشياء اللي يسمح بها ايش الاشياء اللي ما يسمح بها لو اتفاجأنا في حاجة معينة ترى انا لو جاني وما عرفت جواب وارسلت لك معناها انه باعطيك مثلا باعطيك كامل الحرية في اختيار الرأي لانه ما عندي رأي ما اعرف بصراحة والعكس تماما اذا جان وما اعرف او انا بدي اقول له لا عادي قل له انت بس انا حكوم وقتا مشغوله بشيء معين او العكس تماما طيب ما هي واضحة الجملة اعيدها يعني اوكي الام مشغوله في المطبخ والاب نيجي استغل للشغل في انه يطلب اشياء وهي ما يقدر تركز معا طيب طلب اشياء ايبالها تركيز ايبالها مناقشة ايبالها ايبالها ايبا ايبا فهو لما نيجيها وهي مشغولة تقول له خلاص ايبا روح 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 عشان هي مركزة في الحاجة اللي بتسويها فلما نصير انا ما نمركزة اقول له روح ليابوك فالاب يفهم انه ترى انا الان مشغولة ماني قادر اتخذ قرار بالاتفاق المسبق فلما نيجيك خد قرار صحيح وبيصير القرار مسؤوليتك بشكل عام طيب واضحة طيب فما نستسلم لضغوطات ابناءنا طيب تجاهل وشتت اذا نجحت بالتجاهل لا فيه سؤال ايش كنت اسأل انا ايه وجوبت عليه صح سألت سؤال وجوبت عليه اتوقع نعم اذا نجحت في التجاهل فلا يعني ان الامر انتهى يعني الابن قاعد سوي سلوك سيئ الانفرد قاعد يبكي وانا متجاهل خلاص طيب الامة قاعد اتجاهل كده طيب اذا سكت خلاص انتهى الموضوع وقفنا ولا استمر في التجاهل ولا ارجع اكلمه طيب اش اسوي واش الخطوة اللي بعد هذا التجاهل بعد هذا الخطوة من التجاهل طيب عشان يصير السلوك العكسي او السلوك الايجابي المخالف صح ممتاز طيب زياد طلب من والدي شراء لعبة وهو في السوق رفض الاب شراء اللعبة وبدأ زياد يبكي ورمى نفسه في الارض وتعطيني ولا ماني انا متحرك من هنا الوالد تجاهل الامر كأنه ما شاف شيء وزياد مرمي في الارض يبكي وابغى اللعبة وراح يصير لنا هذا الموقف طيب اش المفروض يصير في هذا الموقف قبل ما نعرف تفاصيل الشريحة انت طبعا هي الشريحة قدامكم وانت بتقروها انا عارف لكن خلينا كده نخلي الشريحة على جنب ونفكر ايش اللي المفروض يصير الآن هذا زياد هنا بيبكي وانا الاب مشيت تركت زياد المفروض اروح الين فان اتركه مرة وامشي ها اروح بعيد عن المكان بس اني اقدر اشوفه طيب غيره ايش كمان الفت نظر والشيء اخر الفت نظر والشيء اخر هو قاعد يبكي كيف هذا بيصير معانا في السوق لما تروحوا العثيم واللبندة ونحن ماشيين من جنب الرف حلويات والاشياء المغرية هذه للاطفال الا ما يبغى واحدة او العاب صح او لا ما في نحن جايين عشان نقضي خضرة واشياء للطبخ وانت تيبقى لعبة ما في لعبة هذا الردة الفعل الاساسية طيب والحل حيبكي يبكي شويه ويسكت يبكي شويه ويسكت بعد ان اتكلم في الشيء اذا ما سكت انتظر انتظر طيب اذا سكت اكمل ماشي اذا سكت اكمل ماشي اغير الموضوع اذا كرب قصة زميرة ايش ايش اغير الموضوع اذا سكت اغير الموضوع لايش الشاي هو يعدده مام هو ما هو يبل الان شايف بطاطس ليز قد كده ولونه اصفر وفي له رسومات انا بدا اذا مشيت شويه اذا مشيت شويه الحقني اه ما سمعتك اه اعتذر منك اذا انت مشيت وهو بعيت عنه يقوم يجري وراك ها ايش يلحقك اي فحي يلحقك اي بس بعض الاطفال ما يلحق وممكن يلحق هو يلحقك او انه يلحقك وهو لسه يصيح صح ولا لا تفضلي احيانا ينحقك امور كيس البطاطس أنا اختار حكم كيف احيانا عندما ينحق كيس البطاطس كل ما شاي يأخذ كيس البطاطس وراك ها 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 مشتري انا مشتريته واحرجة قدام الناس انا عندئه ما ينجح دائما وينجح أحيانا طيب أنا أنزل لمستوى أكلمها وجه الوجه وأعيد عليها وأكرر السؤال إحنا جايين هنا ليش وهي ما تبقى أعيد وأكرر لحد ما يكون إحنا جايين مثلا الشيء فلاني اليوم هو وقت شرار مثلا ألعاب أوكي هذا تقول أنه أنزل لمستوىها وأكرر عليها السؤال إحنا ليش جايين هذا على الاعتبار أنك أنت قلت لها من بدلي إنه نحن جايين عشان الشيء فلاني لأنني أنا أعاني من الشراء للعادة والشراء الحلوية أيوه وعنجي أسلوب الأب هكذا فقاله دائما بقالات أيوه فهم البقالة هذي بالنسبة لهم يعني شيء شبها روتيني فهي نحسب أنه هذا الأسلوب يمشي معي إذا طرعت معي أبغمى وكذا نحن جايين عشان مكتبة بالحالة أي أوكي كل فهوج لهذا أوكي طيب فضلي أنا أني يكون في اتفاق من قبل لا نقلع أيوه إحنا رايشين عشان نجيب كذا وكذا ما راح نشتري بهذا ويهذا أيوه إذا كنت مثلا مثلا فقالا يقول أنك أشتري شيء واحد فقط أو أستفق معها على القيمة أو إذا كانت كبيرة أستفق معها على القيمة إذا كانت صغيرة أو أستفق شيء واحد إذن هذا الاتفاق يصير قبل الطلعة قبل الطلعة أننا نحن رايحين عشان نشتري كذا وكذا ما نحن رايحين عشان نشتري أشيائك يحصل السلوك تمرد على الاتفاقية لكن تكون وسلوك التمرد على الاتفاقية هذا سلوك عادي طبيعي أو سلوك عادي لابد أن الطفل لابد أن يتمرد الطفل على الاتفاقية هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي لابد أن يحاول الطفل الضغط على الوالدين للحصول على ما يريد ويرى يعني قديش الوالدين يتنازلوا يختبرهم في كل موقف هو بيسوي هذا الشيء أوتوماتيك هذا الله كذا خلقه جزء من نمو الطفل الطبيعي أنه يختبر مدى يعني عزم أو مسؤولية والديه في اتخاذ القرارات هذا شيء طبيعي فإذا أنت استسلمت هو راح يستسلم هو راح عفو يتعلم أنه اتخاذ القرار ما هو مسؤول طيب إذا صمدت أو صمد الأب على القرار المتخذ أو الاتفاقية فبالتالي راح يتعلم أنه المتفق على شيء ما تغيره وهذا درس له مدى الهيئة تفضلين أنا وصلت برحلة أكبر من عمر 9 سنوات إذا مضى الشيء ينفقته يفتحي لأنه يتطلبني أحاسب عمر 9 سنوات إذا طلب شيء ورفضت يفتحه خلاص عشان يحطك في الأمر الواقع هذا مستوى متقدم شوي أحاسبها وما أعطيه هي هتخلق مشكلة إذا حاسبت وما أعطيته هي هتخلق مشكلة وإذا فتحها يعني هيخلق مشكلة عشان إجبرك أنك تشتريها له وإذا اشتراها هياخدها وانتصر شوفوا كيف أساليب الأطفال في التعامل مع الآباء أي تصرف أيها الأب أيها الأم تتصرف مع أبنائكم له تبعات والطفل يبني بناء على المواقف السابقة في كل موقف يصير ويتعلم حاجة معينة منكم ومن تصرفاتكم ومن سلوكياتكم فبالتالي يبحث عن الثغرات ليستغل لا في صالحه وهذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي لدى الطفل الهام شيء أنه الوالدين يكونوا منتبهين لهذا الأمر إذا انتبه الوالدين لهذا الأمر في كل مرة راح ينضبط الطفل عشان كده أنه التجاهل يعلم من السلوكيات اللي قرأناها في القائمة يعلم التصرف المسؤولية يعلم تحمل المسؤولية فضلي أحد رفع يده أوكي طيب إذن يعني نرجع لزياد راح مشي عنه بعد دقيقتين سكت إذا راح مثلا خلينا نقول الأب راح لي راح لف كذا لممر آخر وممر ثاني وثالث ورابع ثم زياد صحي يدور على أبو ما لقى راح ضرب بالصوت بشكل كبير جدا الآن هنا انتقل الموقف من مجرد طلب إلى إلى خوف إلى شعور بعدم الأمان وهذا شيء سيء جدا ما راح ما راح ما ينبغي للآباء أنهم يسووا طيب إنتنا هروح واخليك طيب هذه وحدة أستنى بعيد هذا زياد أبو راح بعد أنه انتظر دقيقتين جاء تركوه مشي شعر زياد بالإهانة أستمر في الصراخ أكثر هذا برضو تصرف ما هو صحيح طيب المفترض أنه أول ما يسكت زياد أستغل هذه اللحظة اللحظة تسكوته أروح له مباشرة هذا اللي المفروض يصير شكرا إنك سكت وانت عارف إننا نحن اليوم ما جينا عشان نشتري مثلا هذا البطاطس جايين عشان نشتري واحد اثنين ثلاثة ولكن ما يمنع إنك تحصل عليه في المرة الجاية نضيفه في قائمة المكافآت وتجمع ملصقات ونشتري لك البطاطس اللي أنت تبغى واضحة كذا أنا شتت تنتباه زياد إلى أشياء أخرى سحبته من السلوك اللي بيسحبني له وسحبته في طرفي طيب وشتت تنتباهه عن البطاطس إلى الملصقات وما يمنع إني أقول له الآن لو مشيت معايا بدون صراخ بدون بكاء وسمعت الكلام راح أعطيك ملصق زيادة ولوحة الملصقات موجودة في البيت أو إني أنا أكون مجهزة مثلا في السيارة لأن السلوك مستمر فعندي لوحة ملصقات في السيارة أعطيه واحد ملصق أو إذا وصلنا البيت مباشرة أعطيه ملصق ويضاف إلى قائمة الملصقات وإذا جمعت عشرين ملصق سنأخذ بطاطس فالآن أنا تجاهلت وشتت وطلعت بهاجة إيجابية أوكي طيب تجاهل وشتت إذا عاودت طفل السلوك السلبي كاستجابة للتشتيت فعاود التجاهل مرة أخرى رجع يصيح خلص تتركه ومشي بس لا تتركه وتمشي تروح مكان ما يشوفك ويقعد يصيع وهذا ولد مين وتصير ضجة ويجعقين الأمن عشان أنت بتعلمه أنه يسكت خرجنا هنا عن التجاهل التجاهل أنه يصير ما أطالع فيه ما أعطي وجه ما أبدأ أي ردة فعل لسلوكه متى ما وقف السلوك لازم أتدخل مباشرة طيب كيف أتجاهل أكلم صديق على الهاتف أطالع في الشجرة اللي هنا برة مع أنه موجود في نفس المكان أنا في المطبخ أشوف لي بطاطسة قطعة ما بقطع بطاطة لكن عشان أتجاهل وأسوي نفسي بقطع بطاطة يعني معنى أنه ترى الشيء اللي قاعد تسويه ما راح يجيب فائدة بكاءك صريخك عويلك ضربك للأرض فرفرة ما راح يجيب نتيجة ما راح يجيب نتيجة إلا يجيب نتيجة إنك تسكت وتتفاهم معايا طيب ابتعد عن الطفل لكن لا تغادر المكان إذا غادرت المكان طبعا مغادرة المكان هذه خلينا نقول باب واسع ممكن في الباب في الغرفة نفسها خرجت برى الغرفة إما أنه يلحقك أو أنه يتعمد يعني سلوك تخريبي في المكان وإنت غير موجود وبعدين التجاهل هنا فقد 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 فائدته أو فقد خصوصيته ما صار الشيء اللي نحن نبغى من وراء التجاهل أبقى في نفس المكان طالع فيه أذكر واحدة من المرضى كانت تبكي وأمها جنبها في المستشفى وكانت يعني كانت كبيرة 16 سنة وكانت يعني متعارضة مع أمها على نقطة معينة والبنت كانت تدافع بشدة يعني عن موقفها والأم هي عكسها تماما يعني هذه شرب وها هذه غرب فكان فيه استضام كبير بينهم فأنا كنت أتفرج على الموقف بعدين الأم خلاص أنت ما تفهمي أنت مدري أنت أصلا يعني كان من الكلمات اللي وجهت لها كلمات غير لائقة وبعض يعني أنت أصلا طال على أبوكي وجات رايحة فالبنت تقول لها فيه رايحة لا تروحي خليكي معايا يعني البنت كانت تعاني وكانت تبغى الأم تفهمها والأم بتنظر للموضوع بمنظور آخر وجات ماسك الباب رايحة قالت له لا تروحي أنا بصراحة كلمتها لا تروحي أثرت فيها يعني مع أنه شفت شفت الصدام العنيف بينهم صدام كبير كان وبعدين لما جات رايحة لا تروحي ليه طيب أنت تحين قاعدت تضارب معاوة تصبيها ليه ما تروح خليه تروح هذا كان ردة فعلي الأولى لكني فهمت وتعلمت من هذا الموقف أن الطفل أو المراهق أو هذه بالذات لما كانت تعاند أمها ما كانت تقصد العناد وإنما كانت تحاول تشرح موقفها بشكل بدى كأنه عناد ولكن في الحقيقة هي كانت محبطة وتبغى أمها تفهمها والأم ما فهمت فلما جات رايحة البنت شعرت بعدم الأمان وهذا شعور أسوأ ما يمكن للطفل أو الإبن أي أن كان عمره أن يشعر به أسوأ شعور هو أنه يروح منك شعور الأمان كلنا كنا أطفال وكبرنا اللي فيكم اللي هنا في هذه القاعة أبوه مات أو أمه ماتت يعرف إيش معنى شعور الأمان لأنه فقدوا بموتهما فرحم الله والدين جميعا شعور الأمان هذا إذا فقدوا الطفل معنى ذلك أنه الرسالة اللي يأخذها حياته انتهت فيبدأ يتخبط خطع شواء يمين وشمال يسوي على كيف وما يسوي مو يسوي هو يبحث عن الأمان بس يبحث عنه فين فيزيد تخبط وضياء عشان كده فيه وهذه ينشئ عنه الطرابات نفسية الطرابات نمائية attachment disorder الطرابة فقدة الارتباط ما دلش يسموه بالعربي بصراحة يبالي راجع فشعور الأمان مع الطفل مهم جدا نحن كوالدين وجودنا في البيت لحاله أمان حتى لو كان الأب ما يسوي أي شي أو الأمة يسوي أي شي في البيت بس مجرد وجودها يشعر الطفل بالأمان متى ما اختفت يقول ماما فين على طول يدور عليه هذا شعور الأمان اللي يبحث عنه الطفل طيب مجد دكتور كمان عندي آآ حظاق هنا ليل يطلعون لازم أن أطفالكم عندهم خبر نعم هذا له دخل كمان شعور الأمان نعم ويكد أنا أختلف مع بعض الناس حتى لو أنا بطلع وعيني يميني أنا أعطيهم خبر لها ظالم نعم نعم حتى لو صاحوا وزعلوا بس بس على الأقال اللي عندهم فكرة أنك أنتنا أنه هنا طالعة برجع الصباح في الكورة المكور مدودة أو برجع وتميني نعم نعم ليش لا بصراحة أنت أثرتي ذاكرتي أذكر أني يوم صحيته ما لقيت أهد فكمية الرعب اللي مرت علي ما هي طبيعية أذكر هذا الموقف الآن ذكرته صحيته وأنا الحالي في البيت ما في أحد فينا الناس إيش فيه هنا ما أدري إش كان يجي أشياء في راس الدور حتى عمري ما أذكر بس ما أذكر إني حتى دخلت المدرسة أربع سنوات خمس سنوات ما أدري بصراحة لكن الآن ذكرت هذا الموقف شعور الأمان إذا فقدوا الطفل معناه أن الطفل أقدر أقول حياته انتهت تخبط وغير طبيعي نعم أنا بناتي يعني وقت كانت عمر السنتين تقريبا إذن سنوات كنت أضطر أطلع علاجي وقتراتي فكنت أتخبى عنهم ما شاء ما أشاهدون الآن ردة الفين الحاليين إنه مثلا أنا لو أقوم في غرفة ثانية أنا أسمعهم وين ما أيوة يعني هم كبروا يعني لازم لهم طول الوقت فدائما هم يبحثون عنهم هذا مو دلع هذا مو دلع هذا مو دلع هذا شعور بالأمان طيب كيف تسددي نحتاج إلى جلسة إن شاء الله نجلس بعض لكن لا تغادر المكان لا تغادر المكان خلي يبكي قدامك أنت موجود بس تجاهل تماما ما أبدأ أي ردة فعل أجيب الجوال وأكلم صديق أتفاعل يعني أتظاهر أني أكلم أحد وما إلى ذلك طيب لكن إذا اضطريت أني أغادر المكان لسبب ما لازم أتأكد أني لازم أرجع لأن اللحظة التي يسكت فيها الطفل هذه اللحظة المهمة للتدخل من قبلي طيب طيب التجاهل يعلم ضبط النفس تكلمنا على هذا الأمر قبل شوية طيب هل أترك التجاهل عشان ابني لا يطلع أخاف على نفسيته ولا أخاف على مشاعره ولا أخاف كثير من الأباء ما يسوى أشياء معينة لأنه والله خايف على نفسية طفلي أو خايف على مشاعره لا الجواب تجاهل ما راح يأثر على مشاعره راح يتعلم من هذا التجاهل الأشياء كثيرة هل التجاهل لا يكفي لعقاب الطفل لا لازم أسوي أشياء أكبر من كده التجاهل ما يكفي لا في بعض السلوكيات يكفيها التجاهل مو كل سلوك لا يكفي هنجل هذه النقطة إن شاء الله تعالى يتعلم الطفل من التجاهل الصادر من الوالدين كيفية الصمود وضبط النفس أمام التصرفات المتهورة والغير مسؤولة الصادرة من الغير وكذلك ضبط النفس عند الغضب وعند الاختلاف وهذا اللي نحن نبغاه هذا اللي نحن نبغاه الآن في شوارع الرياضي إذا واحد بالغلط كده صقط على واحد إيش يصير يحد بعض وجرورة بعض ومدرمين وفي الأخير بعض تتفاقم وتصل إلى أجلسوا مع حقين الشرطة والمرور يقولوا لكم بعض المواقف اللي بتصير من مجرد يعني حد بسيطة حتى غير مقصودة أحيانا طيب لكن مجرد التجاهل يعني أتعلم الطفل إنه وشياء منه خلاص جاهل أنا أتعلمها وأنا دعا تربع عليها ولأنك تتجاوب مع هذه التصرفات وبالتالي أتعلم الطفل أنها عديمة الجدوى ولأنك لا تتجاوب عفوا ولا داعي من فعلها راح يتركها الطفل المستقبل علم الآخرين التجاهل أيضا لأنه في ناس تتدخل صح؟ زي اللي تكلمنا عليها أسبوع الماضي الجدة ها؟ إنه لا نتعلم إنه أوكي تتركوها عشان نحن قاعدين نعلمها هاجة معايا آآ أيوة نساعده يتعلم كيف يضبط نفسه حدد السلوكيات التي يمكن تجاهلها وهذا إجابة سؤالك الزيادة في التجاهل لساعات لا يتفي بالغرض قلة استخدام التجاهل لا تفي بالغرض لازم نصير متوازنين التجاهل على كل سلوك سلبي قد يسبب الأهمال بدلا من التعديم هل كل سلوك سلبي لازم تجاهله؟ لا فيه أشياء لازم تجاهله تحتاجه فهو فيه أشياء تحتاج إلى أساليب أخرى من الإخمال طيب؟ لأن أنا ما بدي أوصل لدرجة الإهمال إني أنا أتركه يسوي على كيفه أتركه دائما في كل حاجة سواها كأني يعني كأني لا كأني أرسله رسالة تقوله أنت لا تعني لي شيئا طيب لأن الطفل لا بد أن يعمل سلوك سلبي كل الأطفال لديهم سلوكيات أو مشاكل سلوكية أحد القواعد التي تكلمنا عليها وكل الأباء يرتكبون أخطاء فالتجاهل على كل سلوك غير صحيح عشان لا يصل إلى درجة الإهمال طيب تقييم السلوك الذي ينبغي تجاهله بناء على الوقت والتكلف والجهد والتأثير لذلك حدد سلوكا أو اثنين لاستهدافها في التجاهل دائما تحديد سلوك اثنين ثلاثة أنا ما أبغاها من الطفل إذا سواها راح أتجاهلها واضحة؟ أتجاهل السلوك أو أتجاهل أبوه لما يوضح؟ أتجاهل السلوك أنا ما أتجاهل أتجاهل السلوك اللي يسويه الآن فبالتالي هذا السلوك لا يعني لي شيئا طيب متى ما توقف ألتفت له الآن نقدر نتفاهم رجع أرجع أتجاهل طيب ينبغي أبوه لك أنا أطلب منه شيء ما راح أمره لك إذا ما سويت كده أنا ما راح تتكلم معاه أنت الآن قاعد تتكلم معاه لا يعني عادي تتكلم لا هذا غير اللي أنت تتكلم معاه أنه شيء تاني أنا أتكلم عن سلوك أريدي حاصل طيب البكاء العويل إيش كمان نقول مثلا كثرة الطلبات أي سلوك أي سلوك أنت منزعجة منه عشان كده نقول أنه سلوك سلبي الآن السلوك بيحصل طيب يعني أبسط مثال لها أنه لما نقعد يبكي الطفل ويصيح وينوح هذه مزعجة جدا طيب كيف أنا أوقف هذا الأمر أول شيء أول شيء سوي أني أتجاهل أو لما لا أنت تجاهلي بس بدون ما تقولي ولا كلمة ما تتواصل أي نوع من التواصل أبدا ما في تواصل لا نظرة ولا تعبيسة وجه ولا حركة إصبع ولا بلغة جسد ولا كلمة سوي أي شيء تركي ها أيوة قبل شوية تكلمنا على القهر والعقاب فمتى ما أوقف السلوك نعم الآن نهرج معك أنا الآن نتفاهم ما تبغى لما قلتلك لا يعني قلتلك لا لأنه كذا لأنه نأخذ ونأتي مع بعض ونشتت لشيء آخر طيب فلذلك نحدد السلوك وبعدها نشتغل عليه ثم هو يتعلم تقنية التجاهل من قبل الوالدين يتعلمها الطفل فيعرف أنه متى ما بدأت أشوف أمي وأبو يتجاهلوني ما راح يجيب نتيجة معايا هذا الأمر خلاص خلينا نتخذ طرق أخرى طيب سلوكيات لا يمكن تجاهلها أي سلوك يهدد سلامة الطفل وسلامة الآخرين أو الأماكن العامة تخريب ممتلكات هذه لا يمكن تجاهلها يعني نحن نتكلم عن حاجة سلوك بسيط بسيط جدا طيب لكن في خطورة على حياة الطفل يمسك ويفتح الطاقة مثلا وينزل رأسه في خطورة أنه راح يطيح أتجاهلوا؟ لا هذا أمر ما يتحمل التجاهل تقنية التجاهل أمام الآخرين كمان ما يمكن عملها معظمها في البيت في الغالم يعني عشان كده كثير من الناس يقع في الحرج في الأسواق في النقل الجماعي قريبا إن شاء الله إذا اشتغل متر الرياض عند الأهل في المدرسة في السوق في المولات في المناسبات يعني هذه الأماكن تخلي الناس تدخلوا بشكل مباشر سريع يعني فتقنية التجاهل ماتي من فعل مثل هذه الأماكن لا يمكن حالات العنف والاعتداء على الآخرين طبعا قلناها السلوكيات لا يمكن تجاهلها كذلك في معظم الأحيان يكون نافعا مع نوبات الغضب والزن والتعبيس يعني هذه الأشياء اللي نقدر نتجاهلها في الغالب أما الأشياء زي تخريب الممتلكات مدريش لازم نأخذ معها موقف أكبر شوية فنحن بدانا بالتجاهل لأنه من أبسط الأشياء اللي يمكن نعملها ومن أصعب الأشياء التي يمكن نتقانها بعدين نأخذ سلوك آخر أو تقنية أخرى وثالثة إن شاء الله لسبوع القادم طيب انتبه للسلوكيات الإيجابية مشكلتنا إننا دائما ننظر للأشياء السلبية وأعطيكم مثال مرة رحت مكتب البريد وعملوني بطريقة رائعة جدا الحقيقة وأنا في العادة لما نروح أي مؤسسة وعامل بطريقة جميلة أكتب في صفحتي في فيسبوك ولا ما كان عندي تويتر مؤخرا بس حتى أنشأت حساب لكن شكرت مرة موظفي الجمارك السعودية رائعين صراحة تعاملت معهم ورحت مركت مكتب البريد وتكلم معي الموظف بشكل رائع جدا شكرت ومباشرة بصراحة أعجبني أسلوبك في الكلام لكن قال لي إذا جادك رسالة التقييم أكتب أو أدخل على البرنامج وأكتب أنه إحنا نتعاملنا معك بشكل جيد مشكلتنا هذا كلام إننا لما نسوي مشكلة لما نغلط الكل على طول إنسفنا لما نكون فيه خطأ الجميع يكتب أننا جينا وتمم عاملتنا بشكل سيء ويعطونا تقييم سيء لكن لما نتعامل بشكل جيد ما حد يكتب ولا حد يعلق هو هذا واجبنا نعم إننا نتعامل مع الجميع بشكل جيد لكن الإقرار والالتفات للأشياء الجيدة هذا أمر مطلوب وهذا أمر يعزز الأشياء الجيدة يعني إحنا في العمل لما نسوي ننجز مهمة ويجي رئيسي في العمل يقول لي شكرا لك هذا مع أنه واجبي أني أنجز هذه المهمة لكن كلمة الشكر هذه تعني أنه انتبه لمجهودي وقدر هذا الأمر يشعرني أنا بالتقدير وبعدين يعطوني ترقية أو علاوة هذا شيء يفرحني نفس الأمر نفس الأمر مع الأولاد مع الأطفال لما نسوي سلوك يجابي انتبه له ابنك دائما يتحدث بصوت منخفض يأكل بشكل جيد يشارك أصحابه أو أخوانه الألعاب وإنت بالنسبة لك هذا كلها لا تعني شيئا أول ما يسوي سلوك سلبي تلتفت له ليش؟ طب حتى هو يتعلم عدم التقدير عشان كده نحن لما نروح لمؤسسات ولمراجعات وما يسوي معانا شيء كويس أو يسوي معانا شيء كويس خلاص نطلع مبسوطين وانتهى الأمر حتى كلمة شكرا يعني حتى في البقالة لما نجيب أغراضنا عند الكاشير المحاسب أو لما نحن ندور على شيء معين يساعدنا الرجل يشوفه هناك شكرا يجي الكاشير يعبي في الكياس ويعطينا شكرا لك يعني هذه أشياء إيجابية لازم نتعلمها ندرجها في حياتنا عشان أولاء أبنائنا كمان يتعلموا التقدير والتقدير الذات والأبرشيشن كيف أقولها هذه يعني اللي هي يعني حتى الثناء والشكر للآخرين بأنهم قدموا خدمة أيا كانت طيب انتباهنا للسلوكيات السلبية والتعليق عليها هذا اللي بيخلينا دائما في هذه الصورة اللي إحنا فيها أعتقد الأطفال أن هذه السلوكيات تلفت انتباه الوالدين أكثر في استمرون فيها كما ذكرنا مسبقا ولذلك عند استخدام تقنية اتجاه للسلوكيات السلبية لابد من انتباه للسلوكيات الإيجابية مو بس يكون تركيزا على السلوكيات السلبية أعجبني كثيرا أنك تكلمت بصوت منخفض شكرا لك شكرا لما انتكلم أمك وما ترفع صوتك عليها شكرا شكرا أنك سعدت أخوك شكرا أنك صحيت أختك بطريقة جيدة شكرا 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 طيب وممكن نمدحه حتى أمام مجموعة من الأطفال إذا سوى سلوك جيد طيب هنا محمد وليلة محمد يأكل خربط الدنيا وليلة تأكل بشكل مهذب طاحت وصل من أكلها في الأرض شالتها شكرا ليلة أنك شلت قطعة الرز اللي طاحت في الأرض مو لازم أتكلم عن محمد محمد حينتبه إني أنا متجاهل في ذاك الوقت لكن المرة الجاية لما نطيح منه شي راح يشيله فأنا علمته حتى بدون ما أوجه له كلمة واحدة صح ألا لا فلما نشيل لابد أنتبه أقول له شكرا لك إنك شلت شكرا لك إنك ما عدم ملابسك طيب عندها ابن عمره سبع سنوات ورايح للدوام قوم يا أحمد قوم 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 ما هو راضي يقوم قالت أنا هروح وأتركك إذا ما قمت وراي دوام وإنت قتخرت على المدرسة ما هو راضي يقوم أو قاعد يتلكع في اللبس وقبل شوية كنا نتكلم عن الروتين الصباحي قالت أنا راح أروح وأتركك وطلعت وشغلت السيارة وجلست فيها خمس رقائق ما جاء حركت بالسيارة الشعور اللي يجي عند أحمد إيش طبعا هي الحالة عايشة هي ولدها يعني إيش رأيكم في هذا التصرف وهل إهمال هذا التصرف تصرف إهمال وعدم اهتمام يحس أنه أخفق أحمد الطفل يحس أنه أخفق إيش كمان إذا كل يوم هم على هذا الحال خلاص طفح الكيل ما هي عارفة يتعامل مع الموضوع وما زال الروتين الصباحي يمسبب لها مشكلة مع أنه لو بحثت ربما يطلع فيه هو ما بيروح المدرسة لأسباب معينة زي ما ذكرنا قبل شوية صح؟ طيب طيب لو راحت ورجعت هي لازم ترجع هي لازم ترجع طيب ليش تروح من الأساس؟ المفروض أنها ما تروح المفروض أنها ما تروح لو راحت مشكلة لأنها عارفة أنها لازم ترجع طيب لو رجعت أعطت أحمد درس رهيب أنا ما أقدر أروحي وخليك ها؟ أنا ما أقدر أروحي وخليك إذن بكرة راح أتلكع زيادة وإنت إذا تقدر يروحي هذا طبعا مثال لكن نفس الموقف لما ابنك يطيح في السوبر ماركت وتروح تخلي عشان كده من أهم تقنيات التجاهل لا تترك المكان قدر الإمكان لا تدرك خليك في الموقف خليك في المشهد لكنك تجاهل طيب ولا تجعل الطفل يفقد إحساس الأمان طيب لو قالت خلص أنت أخرتني أنت بتغيب هذا مناه هذا إيش مناه مناه بس هو الوحده في البيت حيقعد يغيب مع مين يجلس على الجوال طيب نحن تقريبا طيب هذا آخر شريحة لا تستخدم التهديد بالمغادرة والي بتعادل عن الطفل أبدا أبدا ما هي مسألة التهديد نحن نضبط سلوك في فرق أحيانا نجينا شعور شخصي أننا مقهورين معصبين وكذا بس هذا الشعور الشخصي لا يعني أننا نهدد أبنائنا أو نضربهم أو نعاقبهم لأنه في فرق صح بين العقاب والتشفي في فرق أنا لما نعاقب أعاقب على سلوك لما نتشفى أجيب به شمال لأني قاعد أطلع حرتي هذه ما هو هذه ما هي كويسة أطلع قهري في الولد هذا مو عدل ليس من العدل لكن تتعاقب على سلوك معين السلوك اللي هو سواه فالميزان تماما يختلف طيب التزام الطفل بالسلوك الذي يرضيك بمجرد إحساسه بأنك ستتخلى عنه يشعرك بالرضا نعم أنت صرت ولكن هذه نتيجة مؤقتة سرعان ما تتلاشى مع الوقت شعور الطفل بعدم الأمان له عواقب أعظم من مجرد سلوك ينبغى أن يضبطه وتكلمنا عن شعور الأمان شعور الأمان مهم جدا لكل الأطفال ليش اليتيم يعني الله أمر بالإحسان إليه ومسح رأسه حتى مسحة الرأس هذه لها يعني هو مفتقدة ما يعرفها أصلا ما يعرفها أحد المرضى اللي جوني في العيادة الأم تتكلم تقول أبو طفلي عاش بدون أب اللي رباه ممكن مدري خالة وعمة مهم سنبدي إلس غير أم وأبوه حتى ما هو قادر يقدر كيف أنا أتعامل مع طفلي الآن لأنه ما عندي خبرة خبرتي من عمتي وخالتي ولن تصل إلى مستوى الأم هذه واحدة اثنين أنا أشوف الأباء كيف يعملوا أبنائهم في المناسبات وأشوف الأبناء كيف يعملوا أباءهم في المناسبات ابني ما بيسوي هذا الأمر طب ليش هو عنده مشكلة لا مو المسألة إنه هو عنده مشكلة المسألة إنك إنت الشيء اللي قاعد تشوفه وراء أشياء إلي ما وصل لهذا المنظر اللي أنت قاعد تشوفه ما جاء كده في يوم وليلة لكن فاقد الشيء لا يعطيه هو متربي بدون أب بدون أم فما يعرف ما في خلفية ونحن ذكرنا نحن دائما تربياتنا نتعاملنا مع أبنائنا أول شيء يظهر إيش خلفيتنا إن إحنا طب إذا هذه الخلفية ما هي موجودة يبدأ إيش يبدأ التخبط طيب فلذلك لا تشعر ابنك بعدم الأمان أبدا أبدا وجود الأب والأم في العائلة يعني الأمان إن عدمهما يعني التخبط في العائلة كلها طيب استخدم طرق أخرى في التربية مثل العقاب بأساليب مختلفة وإن كان بعض الطرق يأخذ وقتا أطول لكن في الأخير الطفل يصل إلى الهدف المنشود في التخلي عن السلوك السلبي أعتقد أنه يمكن نأخذ بريك هنا ونشوفكم بعد عشر دقائق إن شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عودة مرة أخرى إن شاء الله بريك كده نعنشكم شوية بس قبل ما نبدأ أنا ودي أكد على موضوع التقييمات التي ترسل لكم يعني أرجو إنكم قدر الإمكان تعبوها وتعطونا انطباع وأفكار وأراءكم مهمة جدا حقيقة لتطوير هذا البرنامج أنا ذكرت لكم في البداية إنه هذه هي بالنسبة لي التجربة الأولى وأنتم تيجانها بصراحة فأشكركم بصراحة حضوركم ممتن جدا لحضوركم في كل أسبوع وأتمنى إنه الأمر هذا يستمر بطول الوقت يعني بحيث إننا نقدر نحيده اثنين وثلاثة وأربع مرات استفيد أكثر قدر ممكن من الناس والوقود اللي رح نمشي عليه هو انطباعاتكم وردود أفعالكم فإذا ما تجيكم التقييمات وكذا أكتبوا أفكار أكتبوا آراء أشياء عجبتكم أشياء ما عجبتكم أشياء كنتوا تتمنوا إنكم تشوفوها تعليقات علي أنا شخصيا على الزملاء على الجمعية وهنا لفتة لازم نشكر الجمعية مرة أخرى بصراحة لكن ما يمنع إنه العمل البشري يطرأ عليه النقص عادة فما يمنع إنه بأراءكم وأفكاركم نحن نطور باستمرار طيب الله يعافيك شكرا لك شكرا لك كلماتك الجميلة الآن تقنية جديدة من تقنيات إخماد السلوك السلبي وهي وضع الهدود لما نسمع وضع الهدود إيش الفكر اللي يجي في بالكم خط أحمر عشان كده أنا حطتها باللون الأحمر خط أحمر يعني إيه خط أحمر يعني إيه يعني في عقاب إذا تعدى هذا الخط الأحمر أيوة وضع الحدود يريحني فيما بعد كيف يعني أنا مثلا حطه سيستم معين في أمور مثل مقاتل أخط عشان كده حمراء أيوة الطفل من صغر يعرف أنه هذا الشيء ما يفترم هذا ما يكبر يكبر على هذا الوضع أنه يحترم هذا الموضوع يحترم هذه الخصوصية نعم فيها رحي طيب أن الطفل يحترم الخصوصية ويحترم هذا الأمر وما يتجاوز هذه الأمور أي أفكار أخرى تجيكم في وضع الحدود؟ لما أضع حدود مع طفلي أو على طفلي أو لطفلي أي أفكار أخرى؟ بس بمجرد كده غير اللذكر إيش يجي في بالك لما تسمع وضع الحدود؟ حمايته حمايته أو وضعه في مخيط يحميه وفي إطار السلوك عدم التمادي عدم التمادي في السلوك السلبي طيب أوكي عجبتني إيش إيش؟ مقدار معين مقدار معين للسلوك السلبي ما يتجاوز وهو المفروض السلوك السلبي ما ينصير أساساً فنحط له مقدار معين صعبة هذه لكن وكمان كون السلوك السلبي ما ينصير هذا أمر مستحيل صح؟ طيب نحن اليوم حنرسم وجه جديد للهدود يعني اللف بالي إنه ما قد جاء على بالكم وضع الحدود بهذا الطريق طيب هذا اللف بالي ولكن ما يمنع إنكم تكونوا سمعتوا عنه وعرفتوه وجربتوه كذلك أو إنكم بيتجربوه بس بدون ما تدروا ممكن الإنسان يقوده ذكاؤه وفطرته إلى أشياء مو شرط يكون قراها في كتاب ولا تعلمها من معلم أو حضر دوره ودفع عليها فلوس وشهادة معتمدة وما إلى ذلك صح؟ طيب لكن اليوم أنا اللي أجزم إنه ربما يكون مفهوم جديد لكثير منا عشان نضع حدود لأبناءنا وضع الحدود لسلوكيات الأطفال السلبية لا يقل أهمية عن تشجيعهم لسلوكياتهم الإيجابية بس رح تتفاجئوا في كثير من المعلومات المذكورة هنا وضع الحدود للأطفال واتخاذ الوالدين ما يلزم لفرض قدرتهم وتحكمهم في إدارة الأسرة يشعر الطفل بالأمان والهدوء والراحة الطفل لما ينام يعرف إنه لو صار شيء أبوي المسؤول أمي المسؤولة أنا ما لي صراحة أنا أهم شيء ينام وارتح في أحد يحميني في جدار يمنع أو يصد عني الأشياء التي تهدد سلامتي وأمني صح؟ من المهم جدا معرفة أن الأطفال سوف يختبرون تلك الحدود باستمرار باستمرار زي ما قلنا قبل شوية خصوصا في حالة عدم استقرار الوالدين على قوانين موضحة على قوانين محددة وواضحة للأطفال أو أنهم يتوانون في تطبيقها يعني في قدر مسموح من السلوك السلبي الطفل ما يقدر يقدر ما يعرف يقدر القدر المسموح إذا سمحت له بهذا العمل معناها مسموح مئة في المئة إذا ما سمحت له معناها مو مسموح بس أنا مسموح لي شوية ومو مسموح لي شوية هذا الطفل ما يقدر يقدرها يحتاج وقت عشان يتعلم أو يتقن هذه المهارة طيب دراسة تقول أن الطفل الطبيعي يفشل في طاعة ثلث الأوامر الموجهة له من والديه وهذا طبيعي ومن علامات التطور السليم للنمو السليم كم أمر تأمر ابنك في الساعة في اليوم في النهار في الأسبوع طوال اليوم كم أمر يتذكير ثلث الأوامر بره ثلثها يعني لو عشرة ثلاثة إلى ثلاثة ونص بره لو مئة ثلاثين أمر بره يعني إذا أنت تأمر ابنك مئة أمر في اليوم ثلاثين مرة ما راح يطالع فيك أو ثلاثة وثلاثين أمر بره أين يكون أين يكون تذكير أمر توجيه ثلثة الأوامر ما راح تطع طيب بس هذا يلفت انتباهنا إلى حاجة مهمة جدا الطفل الصغير قد يبدل انزعاج وتعتريه نوبة غضب وصراح وجدال إذا أخذ منه لعبة وفي سن المدرسة يعتريه نوبة غضب ويجادر إذا لم يحصل على ما تريد يعني شفوا التطور في كل مرحلة في ردة فعل مختلفة إذا من كان صغير قبل سن المدرسة يصيح ويبكي لكن لما صار في المدرسة يصارش يدافع عن نفسه ويجادل يتكلم ويأخذ ويعطيه هذه التصرفات ما هي تحدي ومواجهة لنا نحن إذا سووا أبناءنا هذا الأمر هذا شيء طبيعي في نموهم لما ابني سوي هذا الأمر أعرف أنه الآن ابني كبر وصار بيدافع عن نفسه وهذا النمو السليم فما أعتبره تحدي طيب طيب فالتلت بعد فترة يصير يصير لكن الأمات يجوا للعيادة ويقولوا ابن أنا ما قاعد يسمع الكلام أو الآباء يروح للطبيب والطبيب يقول ابنكم ADHD وعطيه للعلاج وصفة علاجية عشان يسمع الكلام ففي حدود من سماع الكلام مقبولة لازم نفهم هذا وفي حدود من عدم سماع الكلام مقبولة لابد أننا نفهم أنه للطفل له شخصية طب هذي شخصيته كيف تبرز إذا نحنا كل يوم قاعدين نكسره ونقول له يمين يمين يسار يسار كيف؟ طب كيف تطلع شخصيته؟ كيف إذا طلع برا يدافع عن نفسه؟ ما هي البداية من البيت؟ عشان كده نحنا جبناكم هنا الآباء انتوا تخيلوا من سن من أول يوم من الولادة إلى خمس سنوات إلىين يبدأ الطفل يروح المدرسة ويطلع برا البيت؟ كل كلمة يقولها الأم والأب هي معلومة ثابتة غير قابلة للنقاش عند الطفل بس لما يدخل المدرسة المفهوم هذا لازم يتغير إذا حتى في المدرسة ما زال عندها معناها ابنك عنده انتبه لابد أنك تشوف إيش فيه خلل معناها الطفل ما قاعد ينمو إذا جزء من مرادة الطفل لنا جزء من مرادة أطفالنا لنا في آراءنا وفي أوامرنا هو جزء من النمو الطبيعي واضحة؟ قد أحد فيكم فكر فيها بهذا الشكل؟ مو كل ما عصانا الطفل أنا نروح نيودي عند طبيب نفسي نقول له ما يسمع الكلام عشان يشخصوا A-DHD ويعطي دوة غير صحيح غير صحيح الشخصيات تختلف فيها طفل حق جدال حقه يرد عليك أي نحنا نتكلم عن نسبة معينة عشان كده قلنا ثلث ثلث الأوامر طيب هذا من ناحية الطفل طيب من ناحيتنا نحنا كآباء إذا أنت عارف إنه ثلث الأوامر حقتك أصلا ما راح تطع فلا تكثر الأوامر لا أحسب الثل أعضل وزيد علي عشرة أحسب الثل تزيد علي عشرة يصير وما يضيع العشرة وما الثلث يروح ها؟ خلل الأوامر يعني كل من الأباء ينتبهون لعدد الأوامر اللي يصدرونها لأبنائهم قد أحد فيكم أنتبه لهذا الأمر؟ ما فيه إلا ممتاز أنا ما انتبهت لحركة روسكم فيه اثنين أو اثنين سووا كده راي ثلاثة ممتاز يقولك في المعدل يصدر الآباء سبعة عشر أمر كل ثلاثين دقيقة سبعة عشر يعني كل دقيقتين شوية كل دقيقتين إلا أمر مبالغة مبالغة ممكن أحيانا ممكن أحيانا هذه دراسة غربية ما أدري في السعودية إيش بيصير بصراحة ما عندنا شيء في السعودية يتكلم عن هذا الأمر لكن إحنا ممكن نسوي دراسة إذا استطعتوا أنكم تحسبوا كم أمر لأبنائكم خلال الأسابيع القادمة في نص ساعة أرسلوا لنا نشوف تجاربكم أي شيء مبالغة جميلة إجازة واختبارات مبالغة بحين داخلين على اختبارات واختبارات عدي كم أمر عشان تذاكر لأبنك مادة واحدة مبالغة برضها مبالغة لسه مبالغة في الاختبارات لكن لفته حلوة صح؟ والله العظيم لو جاتني ردود منكم في كم أمر مستعدة أغير هذا الرقم بس أعطوني قلوا لي نحنا مثلا حسبت التعامل مثلا الأب يطالع الأم ويحسب لها كم أمر والعكس تماما بدون شعور لو صارت منتبهة تصير تقننها لكن بدون شعور بعدين أرسلوا لنا أوامر جديدة أو نفس الأمر؟ أوامر أوامر وبس بدون تحديد أوامر وبس أرسلوا الأرقام فعليا أنتم جربتوها ونحن نغير نقول بناء على تجربة أمهات تلقوا تدريب في جمعية الشراق في برنامج تقارب سألناهم هذا السؤال وكانت هذه إجاباتهم السبعة 17 في الساعة المبالغ المبالغ فيهم أنا أقول الميداني حميداني ماذا عافوا؟ ماذا قلت؟ أيوه؟ في الصباح روتين الصباح بس عدوها عدوها في روتين الصباح خلينا نتفق نعدها بس في روتين الصباح ها؟ روتين الصباح كله أوامر طيب أوكي متى متى تحبوا يعني؟ إذا روتين الصباح حدثتنا بس روتين الصباح ميتا حدثتنا طيب خلينا نسوي تجربة طبعا صعب إننا كل اليوم نحكم هم حدوا بس في نص ساعة نحن نقول كل اليوم صعبة لكن روتين الصباح بس خلينا نعود كم أمر أتخذت حكثة دروة الصباح هذي متأخذ أي ما في مشكلة المرة هذه ناخد روتين الصباح بعدين ناخد وقت آخر صباح أكثر من 17 صباح أكثر من 17 طيب انتو تخيلوا طفلك اطلع طفلك اطلع متخذ أكثر من 17 أمر في 10 دقائق على كلامك وكيف يروح المدرسة مخه يوقف ها يعلق خلاصة فمهم جدا إننا هذا هو هذا نحن لا نكثر الأوامر خاصة الآن عندنا معلومة حقيقية أن ثلثة الأوامر طالع برا إذا نحن لا نكثر الأوامر لكن هذه التجربة مثيرة للاهتمام بصراحة إذا استطعتوا إنكم تعدوا كم أمر تصدروا لي أبناكم في نص ساعة عدونا خبر بالله يردوا علينا أيوة دكتور على كلامك أنا بالنسبة لي قوامر جدا كثيرة أي بس ما كنت تتوقع أن أنت قيلة على الوقت نعم يعني أنا عندك فترة الصباح أو يعني أكثر من صباح خصوصا لما يكون عندك أكثر من طفل واحد يعني بحرس العمر بحرس ففعلا يعني إذا ما لكي بالسيارة إذا ما وصل المدرساء أوصل أساسا بالمكان لو يتحاني الطفل فيه تشتت بس هل يتعلمون؟ أنت تحتاجت أي تشتت ما أنا 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 شوفي خلي الطفل فيه تشتت أو ما فيه تشتت أنت تخيل إنك أنت الآن كأب أو أم ما فيك تشتت واحد يأمرك سبعة عشر أمر في ثلاثين دقيقة فهي الضبط كيف أمش عيب فيه أشياء من نزل حبي فيه أساليب كثير ويضع الفكرة إذا ضهر السلوك السلبي أو إن الطفل ما عمل الأمر هذا فإنت تكون يغافة إنك سقق حمتي أو عطتي أوامة كثيرة فاختاري بعدين إيش الأهم حدد الأهم وخلاص هذه الفكرة يعني إيش لا يضع السلوك السلبي اللي يتطور فيه شوف إيش كاتب وإذا كان الأدد طفل بعض الصعوبات في السلوك يزيد العدد إلى أربعين أمر كل ثلاثين دقيقة أربعين أمر كل ثلاثين دقيقة يعني الدقيقة واحدة فيه أمر ونص تقريبا أمر ونص كل دقيقة في ثلاثين دقيقة أربعين أمر مو يعلق تحرق هذا سلطوب وسائل المساعدة تساعد في تقديد الأوامر أوكي أوكي يا سلام هنا أهمية العلم والتعلم إننا نحن في كل مرة نناقش موضوع نطور في المعلومات نتخذ وسائل المساعدة أخرى غير مجرد الأوامر وفي وسائل كثير كثير طيب ومع ذلك تشير الدراسات إلى أن الأطفال يصبح لديهم سلوكيات سلبية أكثر كلما زاد عدد الأوامر يزود في الأوامر يزيد السلوك السلبي لذلك من الضروري الانتباه للأوامر الصادرة للطفل من حيث النوع والكم وتقليلها يقدر الإمكان للأشياء المهمة جدا أو اتخاذ أساليب أخرى غير الأمر لا توجه أمر بشكل مباشر قلل منه أو اتخذ أساليب أخرى زي الجدول زي الأخت اللي عندها تجربة رائعة لمن حطت أمام أبنائها إنها لازم تسوي واحد اثنين ثلاثة فخلاص الإبن يجي يقرأ ويعرف أنه لازم تفرش أسنانه ويعني نحط الشراب طيب أسوأ الأوامر هي تلك التي بدأ الطفل فعلا بتنفيذها والتي هي غير ضرورية يعني أنا أبني قاعد يلون أشياء أقوله لون أحمر ليش لونت أصفر لون أزرق ليش لونت لبس شراب أزرق ولا لبس شراب أخطر لبس شراب أخطر لا ألبس الشراب الأزرق ليه؟ طيب إيش المشكلة إذا كان الشراب أخضر ولا أزرق هو أختار عادي بس نحن كأباء أو أمهات ما يعجبنا الذوق وأنا أشتغل فاشنستة مثلاً وإيش هذا اللون مع اللون ده ما يجي شيلده وحطي والبسي ده حاسن حاسن ينفع أقول يعني ترى هذا أحلى ترى هذا ممضى مناسب ما قلت غير أصلاً الحاجة إذا تطلع إليه يلبسها ما ألبس فخليهو يأخذ الحاله إذا إنت اقترحتي ما راح يلبس كده بس عناداً يعني ونحن عرفنا إنه المسألة ما هي شخصية يعني الأبن مو قاعد يعاندك أنت كأم عشان بيعاند لا هو جزء من نمو إنه لازم يعاند جزء من النمو الطبيعي إلى حد معين يعني ثلثة أوامر قدروها إنتم طيب ترك الحرية لتقرير هذا أفضل من الدخول معهم في معركة وشيلوا حط عشان شراب ولا شيلوا حط عشان مدريش وفيه أشياء كثير أنا أحس أن أتدخل فيها بزيادة شوي فلو انتبهنا وسحبنا شوي قللنا المعيار ونخلي الأوامر بس للأشياء الكبيرة إلا تستاهل فعلاً إنه الواحد عش طيب قدر أهمية الأمر قبل أن تطلقه على الطفل قدر إذا ما كنت ستتابع هذا الأمر وما يخلفه من عقبات إذا لم ينفذ الطفل هذا الأمر حدد الأوامر المهمة التي يجب على الطفل إنجازها واكتبها في مكان واضح يراه الجميع وسترى أنك ستخلص إلى خمسة إلى عشرة أوامر فقط وبالتالي كل من في المنزل يعرف أن هذه هي الأشياء المطلوبة مني بشكل رئيسي أنا لازم أسوي هذا إذا ما سويت هذا في مشكلة خلاص أشياء تصير معروفة هذه أمثلة الصلاة في وقتها ربط حزام الأمان في السيارة عدم رمل أشياء في الأرض إذا رميت شايف الأرض تشيله تناول الطعام على الطاولة ما في أحد يأكل هو مسدوح ولا يأكل هو نايم ولا على الكنبة ويوسخ الكنبة خلاص تبت أكل تأكل على الطاولة هذه الأوامر واضحة معي خلاص نحطها لابنتي واضحة؟ يلا نفذ وما زاد عن ذلك قابل للأخذ والعطاء خلاص أنا مع أبنائي أحدد كل بيت له نظام معين كل بيت يحدد الأشياء المطلوبة بشكل رئيسي أمر واحد فقط في كل مرة شوفوا هذا المثال شيل الكتاب ودي المكتبة طف النور وصقب الباب وانت جاي يجيب معاك لبن زبادي إيش هذا؟ نحنا نتكلم كده هذا كلامنا صح ولا لا؟ وبتصير في بيوتنا ولا لا؟ بتصير إذا نحنا لما ننتبه لمثل هذه الأشياء ونحط أمر واحد بس أو اثنين يلا الطفل الكبير يفهم اثنين ثلاثة الطفل شوية كبير حشرة سنوات، طنعشرة سنة، يستوعد لكن لو حطيت أمر واحد ونفذوا الطفل في كل مرة ينفذ الطفل أشكره في كل مرة ينفذ الطفل أمدحه فنجي لتقنية المدح والتشجيع وهذا يحفز الطفل إنه يسوي حتى أشياء يعرف مسبقا إنك أنت تحبيها وإنك أنت ياب تحبها فيسويها بدون أمر فأنا ضربت عصفورين بحجر واحد وكذلك قللت عدد المرات اللي أعطى فيها أوامر كفيرة طيب لأنه كثرة الأوامر اللي زي هذه تلخبط الطفل ومن الصعب تذكرها ومن الصعب تنفيذها وبعدها نجي أخذ ولدي أو أديني الدكتور ويقول ولدي ينسى وما ينفذ الأوامر وما يطيع وما يسمع الكلام طيب وهيقل عدد المرات اللي حصدر فيها الأوامر وهذا المطلوب في الأخير أنت هدفنا الرئيس إننا لمن نصدر الأمر ينفذ فأمر واحد نفذ خير وبرك طيب طيب لتكن أوامرك واقعية بمعنى أنك إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطع بعض الأوامر لا تتناسق مع عمر الطفل ووضعه و هيئته طيب هل تتوقع من طفل عمر ثلاث سنوات ترتب سريره أو طفل عمره أربع سنوات تترك الحمام نظيف أكرمكم الله بعد استخدامه و ينظف جسمه مستحيل صح أو لا؟ طيب أو طفل عمره سنة تمسك الجوال بدون ما تطيحه وتنكسر الشاشة وبعدنا نقهر منها يعاقبها والله ما راح أعطيك الجوال أبدا هي مسكينة أصنع يش عرفها ايش فيه ايش اللي حاصن ففي بعض الأباء يخفى عليهم مثل هذه الأمور حتى لو كانت بسيطة طيب فكون الأمر يصير مناسب لعمر الطفل وبالعدد المناسب وبالهيئة المناسبة هذا يقلل من العصيان يقلل من فرصة أنه الأمر ما يطع فبالتالي نعيش في سلام تعمر أمر ينفذ والطفل مبسوط وتشكره وتعيش في حياتك كويس لا تتوقع من طفلك المصاب بالطراب فرض الحركة وتشتت الانتباه أن يجلس بانتباه وهدوء في جلسة عائلية وأمام الضيوف دون حراك أنت تطلب المستحيل إذا كان فعلا طفلك عنده ADHD وتبقى يجلس عشان يبيض وجهك وهو عمره مثلا ست سنوات سبع سنوات ورجال كبار وهو قاعد بينهم بدون مثلا ما يرفع رجل أو ينزل رجله ما مستحيل طب لو صار العكس معناته في شي غلط كيف يعني يصير العكس لو صار إنه جلس أمام الضيوف معناه إنه هل هو فعلا عنده فرض حركة وتشتت الانتباه لا معناته في شي غلط ليش ثلف عن العادة وضرب كده مرة هاد ممكن معناه في شي مختلف وليش شي غلط في شي مختلف ابحث عن الشي المختلف ولكن ما يمنع إني أستغل للفرصة وأشكره أنا شفتك جلست داك اليوم قدام الضيوف بأدب وما حرفت رجلك أو بطريقة كويسة مية حتى ما في رد ما في رد طيب إذن هنا في شي فعلا نبحث يش فيه طيب لكن المتوقع من أي طفل بشكل عام حتى لو ما عنده طرف حركة وتشتت الانتباه من غير المتوقع إنه هذا الطفل يجلس جلسه في مجلس عائلي أو كبار بدون ما يتحرك بدون ما يسوي فوضى مستحيل إلا إذا كان مريض ممكن أذكر مرة فين سمعناها ما أعرف ما أذكر إذا الطفل هادي ما له صوت معناها فيه قشكلة أيوه طلعوا الآباء هنا أيوه في شي قاعد يصير إذا ما في صوت معناها في شي كبير It's not okay في شي قاعد يصير مستحيل إنه الطفل ما يطلع صوت ها ما أدري عاد لقى الايباد ما أدري شا قاعد يسوي مصيفة في شي في شي غلط إذا في هدوء معناها في شي غلط من الطبيعي إنه الطفل يطلع صوت من الطبيعي إنه الطفل يصير مزعج عشان أحكم عليه إنه عنده ADHD لازم يصير إزعاجه فوق المعتاد فوق الناس الثانين اللي في عمره وفي سنه أنا أحكم عليه إنه ADHD لكن لو صار الإزعاج اللي يصدر زي وزي الآخرين في عمره خلاص امتعت المشكلة هنا طيب لتكون الأوامر واضحة أسمع الكلام خلك ذيب خلك شاطر انتظر دقيقة وبعدين تروح عشر ساعات ما ترجع له أترك عنك إيه؟ أترك عني إيه بالضبط خلك ذيب إيش ذيب يعني ذيب إيش يسوي بالضبط يعني عشان أصير زيه وليش ذيب أصلا أشياء مشوجة يعني ما هي واضحة للطفل ما يفهمها لأن الطفل عنده الفكرة المجرد الطفل يفهم يساتر الفكرة المجرد معناها يعطيني كلمة واضحة عشان أنا أفهمها شي محسوس عشان أعرف أقدر الأمر أما أنك تقول لي خلك ذيب إيش هو الذيب أصلا في الرياض من فين بدي يشوف ذيب عشان يعرف الذيب إيش يسوي ولا خلك شاطر إيه والشاطر إيش يسوي طيب قل لي أمر معين لا لا ترمي الأكل في الأرض مثلا أوكي خلاص واضحة طيب فالأوامر تكون واضحة وهذه الأوامر زي هذه مشوشة يعني دراجتك في الشارع أنا سويت هذه وكتبت هذا المثال أنا سويت والذي ترك دراجتك في الشارع دخلت أقول له دراجتك في الشارع طيب أوكي أنا أعرف إنها في الشارع إيش تبغى يعني إيش فيه إيوه إيش تبغى طيب يعني إنتك يعني وصلت الرسالة فاهمين أنا بقول له يعني دراجتك في الشارع كم من الجملة وهو إيوه طيب عامل إيه يعني إيك تعاوزين يعني هذه مشوشة على الطفل بعض الأباء يعطي أوامر ثم يشعر بالذنب كأن تقلت عليه كأن خلاص خلاص بطل لا تسوي أو بعض الأباء يعطي أوامر ثم هو يروح يسويها وهذا من أسوأ للشيع طيب قومي ألبس الشراب والبنت ريح تلبس الشراب الأم سبقتها ويجابت الشراب ولبستها هو إليه خليها تشرب إoya تلمس الشراب، أنت أعطيتها أم أن تلبس الشراب خليها تلبس الشراب طيب خ destiny نجلس نرتب السرير خلنا نرتب السرير البنت فهمت من خلينا إننا سنرتب السرير مع بعض بينما الأم تقصد خلينا يعني أنت قوم يرتب السرير طب البنت يا كيف تفهم أنه هذه خلينا معناها أنت فيا إما تعطي أمر واضح قوم يرتب السرير أنت أو أنت أو أنك ما تحط نفسك إذا قلت خلينا يعني أنت هتشارك في الأمر صح؟ شاركت دوجيه الطفل ما يفهم هذا للأسف فلازم نصير الأمر واضح خلينا نغسل الملابس يعني هنغسل مع بعض طب أنت ما أنت ناوي تشارك فهو يقعد استناك ليه ما غسلت؟ طب أنت قلت هنغسل مع بعض لا أنا أقول تغسل مع بعض وهنا ينشو إيش؟ الخلاف فلما يكون الأمر واضح نقلل من هذه الفرصة كن واضحا فيما تريد من طفلك أن يفعله عندما توجه لوابرة إذا أرادت طفلتك أن تلعبي معها بدلا من أن تقولي انتظريني دقيقة وإنت تعرف أنك ستأخذ أكثر من دقيقة قل انتظريني عشرة دقائق إلينا أخلص شغلي وبعد هنا أجي العب معاك هذه دقيقة تعلمنا الاستهتار والتسيب وعدم تحمل المسؤولية وعدم الانتزام بالمواعيد هي راح تستنتك دقيقة وما جيتي وأسوأ شيء على الإنسان الانتظار من أسوأ الأشياء على الإنسان وعد طفل بشكل عام لكن تتخيل أحد يوعدك الساعة خمسة ويقول لك موعدنا في الخامسة فانتظر حتى السادسة فإن لم آتي في السابعة فاذهب في الثامنة ايش تبغي انت هذا الشيء اللي نحن قاعدين نسويه مع أبنائنا صلاحة ولا لا وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وعد رجلا فانتظره ثلاثة أيام ما جاء ثلاثة أيام قاعدين نتظروا في المكان يروحوا يجي عليه وبيستنى يجي شوف الفرق بين الصورتين نحن قاعدين نربي أبنائنا نعلمهم مهمية هذا الشيء لما نقول لهم أمر نلتزم فيه لما نقول له دقيقة يعني دقيقة نقول له عشر دقائق خد وقتك خد وقتك أنا أحتاج ما بين كذا إلى كذا الطفل راح يتعلم هذا الأمر فهو ينتظرك لسه ما خلصت لسه ما خلصت الآن خلصت أوكي جيت قبل الوقت الحمد لله أنا خلصت بدري وجيتك الآن نقدر نلعب مع بعض طيب بدل ما تقول لا تكبي الهليب قل أمسك الكاس كويس لأن الطلب هو مسك الكاس مو كبة الهليب صح؟ مسكة الكاس تمنع كبة الحليب فإذا أنت قلت لا تكبي الحليب هي تصبح تركز على الحليب وهي ماشية أنكبة الحليب يوه لكن أمسك الكاس هتركز على مسكة الكاس خلص الحليب هيستقر جوة وهي ماشية شفت الفرق؟ للأسف الأخصائية إشراء اليوم اعتذرت وإلا لها أساليب رهيبة في هذا الأمر للأسف ما جاءت اليوم يعني تعتذر منكم هي وصار لها ظرف ولكن هي يعني من أنك لما تقول الأشياء السلبية للطفل الطفل راح يركز أو المخ راح يركز على الأشياء السلبية يعني لما تقول مثلا لا تفعل كذا الرسالة التي تجي للمخ تلغي لها وتمسك الجملة هذه مثلا لا تأكل فالمخ يمسك الأكل يمسك فعل الأكل وينسى لا بعدين تجي تلاقي أكل أنا ما قلت لك لا تأكل أيوه ما أدري نسيت هذا الطفل ملحبة تصير طب أنا ليش أكلت هو قال لي لا تأكل وأنا أكلت ولا هو أنا بأسمع الكلام وتدخل في معرك لكن يقول له أجلس أنتظر لا تتحرك لا أجلس وانتظر دحينج أنتظرني خمس دقائق إذا هينجي خلاص هو وحجس ما راح يأكل فهمت الفكرة نعم تفضلي أعطي الأمر الإيجابي نعم هذا هذا اللي أنا أقصده فعل لما تقول لا تأكل لا تخرج تمسك هذه الأخرى لكن تقول اجلس في البيت لا تقوله لا تخرج يقول اجلس في البيت خلاص اجلس واضح الأمر بالنسبة أطلب الأمر الإيجابي ترى الموضوع يستحق العناية جماعة يستحق أننا كده شوية نجلس نفكر كده الجملة اللي نطلعها لأبناءنا لأنها ستخفف كثير من المشاكل السلوكية استخدم الأمر إفعل لما أنتبغى منه شيء أطلب إفعل لا تقول لا طيب اجمع للعاب في الصندوق اذهب للنوم اخفض صوتك وأنت تتكلم ما تقوله صوتك لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك هو راح يرفع صوته لكن اخفض صوتك أرخي صوتك راح يركز على الأمر بشكل مباشر طيب هنا عيدها بكرة كمان عشان أوريك شغلك هذه جملة طلب ولا تهديد ولا أمر ولا نهي نقول هذا عيدها بكرة عشان أوريك شغلك طيب تباني أعيدها ولا ما تباني أعيدها وتوريني شغل طيب نحن إذن عندنا مشكلة في الطريقة اللي نكلم بها أبناءنا نحتاج أننا يعني نحتاج أننا نعيد ترتيبها هل تريد أن تذاكر الآن لو قال لا يعني تبغت ذاكر ولا لا لا قوم ذاكر طب أنت قلت سألت أنا وقلت هل لك لا إيش المشكلة جيد هذا بعد ساعتين بكرة هيحلني دحين لما يقلك بكرة فلذلك الأمر لما نكون واضح خلاص لحل كثير من المشكلات طيب استخدم الأمر يفعل تعتبر أوامر لا تفعل كنوع من الانتقاد أحيانا لأنها أوامر سلبية وهذا الشيء اللي نحن بنتفاداه ولكن أوكي ذكرنا أن هذه الأوامر تركز على الأعمال السلبية ولكن تكلم بصوت منخفض حافظ على الماء داخل الكاس أو امسك الكاس بشكل جيد فكر في السلوك الذي لا تريد من ابنك أن يفعله طيب ثم فكر في السلوك البديل ووجه الأمر بإيجابية للسلوك البديل هذا استخدم الأمر افعل الأمر بلا باقة لماذا لا تستمع لي ولو لمرة واحدة في حياتك ليش ما تسمع الكلام ليش أنت دائما مزعج ليش كذا ليش كذا هذا فيه لوم فيله انتقاص طيب بينما لو تكلمنا بشكل لذع من فضلك ولو سمحت ونتجنب اللذع ونتجنب السخرية ونتجنب الهمزات واللمزات بعيننا وبيدنا وبلغة الجسد اللي يفهمها الأطفال أكثر مننا طيب هذه كلها تقلل من نحنا نحنا إيش موضوع عليه جماعة نحن نتكلم عن وضع الحدود بينما قاعدين نتكلم عن شيئة تانية غير المفهوم اللي سألتكم في البداية إيش هي الحدود إيش فكركم من وضع الحدود حين نحنا قاعدين نضع حدود بطريقة مختلفة لما نقلل الأوامر ونوجه أوامر مباشرة وواضحة خلاص راح يلتزم الطفل وضعنا حدود بدون الفكر اللي قبل شوية هذا خط أحمر لو ما ما يحتاج تهديد ولا شيء طيب إحساس الطفل بهذا الانتقاد والسخرى يؤدي إلى شعوره بعدم الكفاءة وبالتالي يميل إلى العصيان عشان يثبت نفسه أنت دائما تتحداني وتحطني في موقف تحدي فأنا لازم ما أقبل هذا التحدي كن لبقا عند توجيه أوامر لطفلك وأعطي الطفل بعض الوقت للمتثال محمد انزع ملابسك ثم قام انتفى الصخل الملابس طب لا قلتيله انزع ملابسك انتظري شوية إليه ما ينفذ الأمر أعطي للطفل الأمر ثم انتظر عشرة ثواني واحدة مرة تكلمه تنتظر عشرة ثواني إليه أن ينفذ الأمر إذا ما نفذ الأمر وفي الغالب راح ينفذ الأمر بعدين ممكن تكرر عليه الأمر مرة تانية وعندك فرصة تنتبه إذا كانوا منتبه لك أو ما منتبه لك سمعك كويس أو ما سمعك كويس ممكن تسألوا طالع فيني طالع فيك شوف العلبة هناك حيشيلها وديها المطبخ حيقوم一شيلها وديها المطبخ لكن هو بيتفرج في التلفزيون محمد قوم щيله العلبة وديها المطبخ أولا أنا بتفرج تلفزيون ثانيا أنا لازم أوقف فرجة التلفزيون وهذا مستحيل إذن ما رح اسمع باقي الأمر رح استمره أن يتفرج تلفزيون لكن واحدة واحدة طالع فيها طالع فيها شوف العلبة طالع في العلبة هيا شي لا وديها المطبخ شاء لا وديها المطبخ طب زي كده ينفع عن حب سيفوز بعدين متكلم طالع فيها طالع وقف التلفزيون لا أنا أجي سيفوز لا هو هيزعل أنت توقف التلفزيون ليش أو قولي لووقف التلفزيون هو يوقف بعدين طالع فيها هيا قوم سوى الشيء فلاني هذا أسهل من أنك أنت توقفي لأنه لما أنت توقفي قطعت عليه المتعة فبالتالي راح يعتبرها تهجم و راح يزعل و ممكن يصيح و يبكي و يفرفر و يسوي الحركات هذه طيب اعطي تنبيهات و تحذيرات تذكروا لما نجينا في الالعاب لما نقولنا باقي عشر دقائق باقي خمس دقائق باقي ثلاث دقائق باقي دقيقتين باقي دقيقة زي هذه التنبيهات تنفع بشكل كبير جدا هادي سالي بتبني مكعبات جاء ولدها يلا على الفراش طيب لسه ما خلصت خلينا خلص لا ما خلص تقومي الان ليش بإمكانك تتفادي هذا الامر كله اساسا تعال قول سالي باقي على وقت النوم خمس دقائق سالي انتهت الخمس دقائق الان المفروض انه هادي اللعاب تصير في الصندوق و انتي تكوني في السرير سالي حتقوم تحط اللعاب في الصندوق و تروح تنام بكل بساطة وضعنا حدود و لا ما وضعنا حدود وضعنا حدود طيب الاطفال اللي ما يعرف يقدروا الوقت نستخدم لهم ساعة رملية نستخدم ساعة الحائط اذا جاء العقرب الكبير على اتنين معناها هذا وقت النوم اذا جاء الكبير الصغير على مدركم و الكبير على مدركم معناها هذا وقت الغبع بالتالي الطفل يتعلم هذه الاشياء مع الوقت طيب استخدم الامر اذا واذا فقط اذا واذا فقط هذه عبارة رياضية اذكرها اخذناها في الثانوي في الرياضيات يعني اذا فعلت كذا يكونوا كذا اذا فعلت كذا يكونوا كذا فاذا كنت ستستخدم هذه العبارة و ثم وقع الشيء اللي حذرت منه لا بد ان تنفذ الشرط يعني طالما انك شرط ووقع جواب الشرط لا بد انك تنفذ طيب يعني اذا انتهيت من ترتيبة الطاولة ووضع الطباق في المغسلة عندها يمكنك اللعب مع زميلاتك طيب سوت رتبت الطاولة وحطت الطباق في المغسلة الآن لازم تروح تلعب لا 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 روحي سوي الشيء الفلاني التاني هنا هيصير فيه ايش عدم ثقة فقدان الثقة بعد كده ما راح اسوي لانك انت قلتين للمرة الجاي المرة الماضية سويت وما عطيتيني انهي واجباتك اولا ثم يمكنك مشاهدة التلفاز هذا النوع من الاوامر يعطي صورة واضحة للطفل لاتخاذ القرار لان الامر مشروط وعليها ان يختار اما انهي الواجبات او ما انهي الواجبات فبالتالي ما راح يشوف التلفزيون طيب ولذلك لا تتهاون في تنفيذ هذا الامر اعطي خيارات احيانا ينهى الاباء ينهى الاباء ابنائهم عما يجب عليهم ان ينتهوا عن فعله ولكن لا يعطونهم البديل فيعطاء خيارات دائما يخرجنا من الزنقات يعني اذا انا اعرف انه ابني متمسك برأيه طيب واذا تمسك في شيء ما يتركه ابدا وانا ما بغى يسوي هذا زي الجوال زي الجوال طبعا الجوال والايباد والفيديو جيمز اللي هي البلاي ستيشن وغيرها هذه طبعا بتسبب مشاكل يعني عند كثير من العائلات المشكلة انه نحن اللي دفعنا الفلوس واشترينا لهم الجهاز بفلوسنا وجبناه واحتفلنا ليه ثم وقعنا في مشاكل يدانا اوكتا وفونا نفخ وفينا نفخ في جمع فم يداك اوكتا وفوك نفخ هذا مثل انه انت اللي ربط بنفسك وانت اللي في مثل قسماني قسماني جي كده بنفسه ايش يسوي ايش يقولون مدري ايش الرفلة مدري ايش 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 ايوه الرفلة كليه خبزين خبستي الرفلة هذا خبز اللي انت خبستيه نحن اللي جيبنا الاجهزة دي لابنانا بعدها انتنشو عنه مشاكل سلوكية ونحن اللي ابنا كلها فلازم نكون شوية يعني حكيمين في هذا الامر ونحط خيارات لن تشاهد التلفاز لكن يمكنك استخدام المكعبات الطفل ما راح لما يصر على امر او يبغي نفسه متعلقة بامر اخر ما راح يشوف اي شي ثاني لكن في كل مرة نعطيه خيار عندك واحد خيارين مثلا بلاي ستيشن مافي لكن تقدر تلون او تقدر تسوي الشيء فلاني الثاني في البداية ما راح يستجيب لكن مرة على مرة على مرة يعرف انه هو ما له الا هذه الخيارين فهو راح اختار واحد منهم يجلس يلون يرسم مثلا او يرسم ويلون او انه يلعب بالمكعبات او هذه او تلك او يروح ينام طيب فالخيارات حتى نحن تهدي علينا يعني انا بدل ما اكون مصر على امر معين طيب ليه ما نسوي الشيء الثاني مهلا اوكي اقترح عليك انك تسوي الشيء الفلاني او انك انت تختار حاجة ممكن انك تسويها غير هذا الامر وانا اقترح عليك هذا وهذا تبت زيد خيار اوكي ونختار لكن اني انا اصر على رأيي هذا الاصرار قد في العاف الغالب يسبب مشاكل اعطي اوامر بسيطة وقصيرة وواضحة انزل لمتسوى الطفل تواصل معه تواصلا بصريا اذا طلب الطفل تبريرا فليكن قصيرا وسهلا شكرا لامتثالك تنظيف غرفتك لاننا سنستقبل ضيفا عزيزا بكرة جددك راح تجينا وشكرا انك نضفت غرفتك حتى جددك لما انتجي تشوف الغرفة نظيفة الامر بسيط نضف غرفتك لا ترمي ولا تشيل نضف الغرفة خصوصا ما نكون يفهم يعني نتكلم عن واحد سبعة سنين تسعة سنين عشر سنين عشر سنين عشر سنة تقوله بس نضف غرفتك وخلاص عن المفترض انه يعرف يعني اين نضف غرفتك طيب وبعدين ننزل لمستوى هذا عكس التجاهل تماما الاوامر التوافقية اللي تكلمنا عنها مع الوالدين لا يصير فيه عكس بين الوالدين ومن المهم اطلاع كل طرف على الآخر والاتفاق المسبق والتعاون فيما بينهما وكل واحد يختار واذا امك قالت لك لا يعني لا خلاص انا ما اقدر اقول لك ايوة واذا امك قالت ايوة خلاص انا ما اقدر اقول لا انت اذا ما تبغى هذا الامر يصير روح اتفاهم معاها بينك وبينها يعني انت سمحتيله الان انه يلعب بس انا ما راح اكسر كلمتي قدامه لكن تاني مرة لما انت بتسمحيله يلعب اتأكدي انه اتأكدي مني او شاوريني لانه احيانا اني كن فيه اشياء اخرى انا عامل حسابها او اني انا من بدل يكلمها اعملي حساب كذا 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 قبل ما تقوليله يروح يلعب فيه تعاون هنا يصير فيه توافق بين الوالدين الاسرة تمشي بسلام وامان والطيارة تطير بسلامة متابعة الامر بالتحفيز والجوائز او حتى بتحمل العواقب في حالة انهم ما امتثلوا للامر وهنا يمكن هذه النقطة هي اللي نحنا عرضنا لمن سألتكم في البداية وضع الحدود يمكن كنا كلنا نقصد هذا انه هذا الامر لازم ينفذ او هذا الامر ما يتجاوز او هذا الخط الاحمر او 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 لكن شوفوا قديش نحنا نتكلمنا عن اشياء كثيرة قبل ما نوصل لدها وكلها مهمة اصلا لو نفذنا السابق ما اعتقد اننا نقدر نوصل لتحمل العواقب لانه ما راح يكون فيه عواقب سيئة في الغالب نقصنا الاوامر وشفنا عددها كم وقللناها وصارت واضحة وبسيطة وايجابية ويفعل ولا تفعل واذا واذا فقط اذا فعلت كذا يحصل كذا واذا سوى يجب ان نشكره ونثنيه في الحال اوو شكرا لحضوركم واستماعكم ما كنت ادرينا هذه اخر نقطة نسيت بصراحة شكل انها مكت مرة في الامر مشاركتكم الحقيقة فعالة جدا وانا استمتعت اليوم اشكر حضوركم واتمنى اننا اذكركم بحاجتين الحاجة الاولى انكم تعبوا التقييمات واللي ترسلكم الحاجة التانية اننا نعد كم امر وتشاركونا تجاربكم الاسبوع القادم الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون موضوعنا عن ما هو مشهور بكرسي العقاب مشهور انه كرسي العقاب لكن احنا هنطرح فيه مفاهيم جديدة ان شاء الله تعالى شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راهي شكرا لكم